اشتركوا في القناة وامال وطموحات المنتخبات في كاس العالم القادم اعتقادي هتكون كاس عالم على مستوى عالي جدا جدا واتقادي كمان الشخصي هيبرز اكتر من حصان اسود في هذه البطولة كمان في حلقتنا النهاردة هنتكلم على شيء مهم جدا بنتكلم على الاكاديميات اكاديميات كرة القدم والعلاقة ما بين الاكاديميات او يعني المقارنة ما بين الاكاديميات اللي كرة القدم الموجودة في مصر واكاديميات العالم بتشتغل ازاي هنكلم على ده بالتفصيل لان احنا كنا بنتكلم على تطوير الكرة المصرية ومن الاجزاء المهمة جدا جدا البدء من قطاع الناشئين والاكاديميات وزي ما قلت لحضراتكو يمكن التجربة الالمانية كان تحت رعاية الاتحاد الالماني لقرة القدم اكتر من سبعين الف اكاديمية على مستوى المانيا كلها ده طبعا شيء مهم جدا ومش النهاردة بس النهاردة هناخد جزء صغير ولكن كمان ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هيكون حلقة مفصلة حلقة خاصة عن كيفية كيفية الناس اللي بتشتغل برا على مستوى القطاعات الناشئين او ما بين قصين الاكاديميات على مستوى افضل الاكاديميات في العالم وازاي الناس دي بتشتغل وازاي الناس دي بتطلع مواهب وبتطلع بس مش مواهب بتطلع كمان على مستوى التسويق على مستوى الفلوس دايما عندنا مشاكل في قطعات النشئين البجيت قليل وكل دوت يعني مشاكل بتقابل قطعات النشئين هنا في مصر والأكاديميات لكن إن شاء الله يوم الاثنين هيكون عندنا إن شاء الله حلقة مميزة جدا جدا هنتكلم بالتفصيل إزاي العالم وأوروبا بتشتغل بشكل احترافي لإفراز لعيبة موهوبة على مستوى عالي جدا وده مهم جدا في رحلة مصر اللي جاية لتطوير الكرة المصري خلينا أبدأ قبل ما أبدأ طبعا فقرات حلقتنا النهاردة بنقول ألف مبروك للنادي الأهلي ألف مبروك للجهاز الفني واللعيبة مباراة طبعا الفوز على غزل الحلة إمبارع بنتيجة اتنين واحد الحقيقة مباراة برضو راحت وجدت دايما بنتكلم على النادي الأهلي بنتكلم على النادي الأهلي بقى بنتكلم على البطولات ما في الشكل النادي الأهلي لغاية دلوقتي أكيد بيلعب تحت ضغوط عنده مباراة مؤجلة عنده ضغوط أنه لازم يفوز بكل مباراة يعني رفاهية التعادل أو فقد النقاط مش مطروحة على النادي الأهلي وبالتالي مباراة مبارح كانت مباراة يعني تقدر طول مباراة كؤوس التعادل لا يفيد النادي الأهلي لكن إيجابيات كتيرة جدا جدا النجم اللي انت شايفينه محمد شريف بيعود مرة تانية للتقلق عودة الثقة لمحمد شريف أعتقد من مكاسب المرحلة اللي فاتت ومن مكاسب الكابتن سامي أمصان كمان من وجهة نظر الشخصية اللعيبة المتفوقين منشوف زياد طارق وبيحط أسست أكتر من رائع لعيب مميز جدا على المستوى المهاري على المستوى الفني لعيب مش حول صغير في السن ولكن في السن المناسب اللي يلعب فيه صفوف النادي الأهلي رغم أنه نزل في وقت صعب جدا لكن قدر زياد طارق أنه عنده الملكة وعنده الموهبة وعنده القدرة على الصناعة الفارق أنه تتكلم على لعيب أعتقد عنده 21 سنة يعني لعيب أنا دمي يمن بقوله 21 سنة مش لعيب صغير لكن لعيب عنده إمكانيات مميزة جدا كمان كوكا لعب خط النص قدمه فرا ولا أروع فأنا يعني طبعا مكاسب على المستوى طبعا على مستوى النقاط كان مهم جدا نادي الأهلي يكسب إمبارح طبعا لطبعا الوصول إلى القمة وتربع على عرش الدوري المصري لكن كمان لازم نبص الكابتن سامي أمصان اللي بيشتغل تحت ضغوط كبيرة جدا كابتن سامي أمصان حتى على مستوى التغييرات كان موفق جدا آه كان فيه بعض الانتقادات شوية مباراة نادي الزمالك لكن يعني مش هقول مدرب واعد كابتن سامي أمصان أكيد مدرب ممتاز عنده يعني سوالات وجوالات حتى على مستوى وصعد بحرس الحدود للدور الممتاز وإدارة الممباراة مبارح كانت إدارة جيدة جدا على مستوى التغييرات حتى على مستوى اللي شفناه مع كريم فؤاد بعد المباراة وبخه يعني في وقت من الأوقات كريم فؤاد يعني عمل جملة أو عمل يعني تمريرة غير سليمة وبالتالي كابتن سامي أمصان واببخه لكن بعد المباراة على طول كان فيه يعني تبادله يعني القبولات والأحضان نتيجة للفوز كمان يعني خلاص بيقوله خلاص ده أكيد أنا بتكلم للصالح العام وبتكلم للصالحك وبالتالي كان فيه روح إيجابية كبيرة جدا مكاسب النادي الأهل مبارح على مستوى النقاط ثلاث نقاط مهمة جدا على مستوى الفني زياد طارق وكوكا بيقدم براولة أروع واعتقاد الشخصي أنه لازم يكونوا موجودين في الفترة الجاية على مستوى كابتن سامي أمصان يزبط كمان رغم الضغوط أنه هو مدرب واعد وإن شاء الله بإذن الله إحنا كمان منتظرين إن شاء الله المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وأكيد كابتن سامي أمصان هيلعب دور كبير جدا جدا لقطة اللي حضراتكم شايفينها دي لقطة نشوفها ما بين محمد صلاح مثلا ويوجن كلوب يعني طبعا مع الفرق لكن الروح العالية والثقة الموجودة ما بين اللعيب وبين كابتن سامي أمصان ده شيء إيجابي شيء إيجابي جدا خلي بالكو بالرغم إن اللعيب عارفة إن يمكن بشكل كبير كابتن سامي أمصان مدير فني مؤقت لكن الاستجابة والروح والأداء بنتكلم على استجابة واردود أفعال أكثر من رائعة كل التوفيق إن شاء الله لفرقتنا فريق النادي الأهلي بإذن الله الفترة اللي جاية وإن شاء الله كل التوفيق اللي إحنا عندنا يعني كمان مباراة أمام فيراميدس في كاس مصر إن شاء الله كل التوفيق فيه هنتكلم النهاردة كمان مع زميننا المميز أحمد مجدي على عدة نقاط لكن قبل ما نتكلم عندنا بعض الأخبار السريعة في المحترف قبل ما نخش كمان على الصحافة وقالت إيه على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا خلينا نقول اليومين اللي فاتوا يمكن قبل ما أقول خبر مارادونا ووفاة مارادونا يمكن لسه النهاردة كان الفيفا بيصدر زيادة عدد اللاعبين في كأس العالم من 23 لعيب إلى 26 لعيب طبعا كنت أحضراتكم عارفين الفترات اللي فاتت كان طبعا الفيفا بيقولك 23 لعيب هي القايمة الفريق أو قايمة المنتخبات في كأس العالم اعتقاد الشخصي نقطة إيجابية جدا لزيادة عدد الفرق إلى 26 لعيب لزيادة طبعا المنافسة يعني كان في بعض اللعيبة وقايمة كتيرة جدا جدا بعض المنتخبات بيكون عندها يعني عندها اختيرات صعبة جدا ما بين 2 لعيبة أو 3 لعيبة لكن زيادة عدد اللعيبة ل 26 من قبل الفيفا اعتقد ده شيء مميز جدا في كأس العالم القادمة قطر 2022 طيب من الأخبار على الساحة العالمية كمان خلال اليومين اللي فاتوا ورجعت من جديد للأزهان قصة موت مارادونا للأزهان يعني مع تحقات مستمرة لا تنتهي مارادونا حضراتكم عارفين مات في 2020 عن عمر 60 عام والنهاردة طلب قاضي في الأرجنطين من طول 8 أفراد من الطاقم الطبي المعالج لنجم الكرة طبعا العالمية والأرجنطينية الراحل ديجو أرماندو مارادونا بتهمد القتل غير العمد طبعا وفق نشرته عدة تقارير بشأن التحيات القاضي قال ان يعني حيتم محاكمة هؤلاء التمانية أو حيتم استدعاء التمانية دول من الأطباء على مستوى طبعا الأعصاب وطبيب العيلة والطبيبة النفسية وبعض المسؤولين الرئاسيين عن صحة النجم أرماندو مارادونا اللي طبعا كان نجم النجوم في كاس العالم 86 طبعا عارفين كلنا مارادونا أسطورة كبيرة جدا جدا ويمكن رحل في مفاجأة كبيرة لبعض الناس عن عمر يوناء 60 سنة وكان عنده أكيد بعض المشاكل لكن كمان النيابة طلبت بهذه المحاكمة في إبريل الماضي مشيرة طبعا أوجه القصور كل الناس قالت لا فيه قصور طبي واضح في موت مارادونا هو الراجل مات على سرير ونتيجة طبعا سكتة قلبية وكان عنده مشاكل كتيرة جدا جدا مشاكل في الكلا ومشاكل في الرئة ومشاكل في القلب ولكن كان الاتهامات واضحة جدا للطاقم التبي اللي كان بيباشر العمل مع مارادونا النهاردة زي ما بقول لحضراتكو القاضي قال إن اللي فيه حيكون فيه محاكمة أو فيه بطول 8 أطباء اللي أشرفوا على علاج مارادونا للمحاكمة وطبعا أكيد كلنا عارفين مارادونا كان في الأوان الأخيرة حتى لما كان بيظهر كان ظاهر على التعب وظاهر على العيل عجز رغم إن لسه كان سنه 60 سنة ولكن كان عنده بعض المشاكل الكبيرة النهاردة فيه طبعا مسؤول 8 من أطباء المسؤولين عن مارادونا أمام المحكمة طبعا نروح لراين جيجز راين جيجز طبعا استقال من منصبه كان مدير للمنتخب الويلزي يعني أشرت بعد التقارير إن طبعا لاعب منشستر يونايتد السابق كان في أجازة من منصبه منذ نوفمبر الماضي عشان كان بيواجه محكمة بتهمة العنف المنزلي والتعدي على زوجته في منشستر في 8 أغسطس لكن جيجز نفى كل دوت ودفع ببراقته من تهم الاعتداء على صديقته السابقة كيت جويل حضراتكم عارفين كمان نتولى روبرت بيج مكان جيجز كمدرب للمنتخب وقاد ويلز إلى كأس العالم بعد غياب 64 سنة إنجاز كبير جدا جدا حياته ويلز للعودة مرة أخرى إلى كأس العالم بعد 64 سنة ده على مستوى جيجز لكن نروح كمان على مستوى زين الدين زيدان زين الدين زيدان المدرب طبعا السابق لريال مدريد بيقول علاقته طبعا بلعابه السابق في ريال مدريد كريم بن زيمة ويعني طلع زين الدين زيدان وقال العلاقة مع بن زيمة أكتر من رؤائه أكتر من علاقة مدرب ولاعب داخل الملعب هو يعني يعتبر أخ صغير لي وتحد يعني وتكلمت معاه كتير جدا جدا عن مسارتي لأنه كانت رحلتنا تبدو متشابهة كمان أضاف زين الدين زيدان لقد التقيته بيتكلم طبعا على كريم بن زيمة التقيته منذ انضمامه لريال مدريد كنت مستشارا للنادي ثم مساعدا لكله أنشلتني طلق قليلا من الوقت الحالي لكن يعني تبادل الرسائل طبعا العلاقة ما بين زين الدين زيدان وطبعا وبين زيمة علاقة وطيقة جدا ويمكن زين الدين زيدان بيرشح السنادي أنه يفوز بالجائزة الزهبية اللي أحسن لها في العالم طبعا زين الدين زيدان كان كمان من الأخبار أنه كان مرشح ليكون المدير الفني للبي ات جيو لكن هو أعتقد يعني هو عينه على المنتخب الفرنسي ويمكن قال زين الدين زيدان أننا يعني مش هدرب باريس سان جرمان الموسم القادم ويمكن تابع وقال أننا مش متفاجئ بالمستوى الرائع اللي ظهر به بن زيمة الموسم الماضي هو يواصل ما يقدمه يعني طبعا حضراتكم عارفين قدرات بن زيمة وقال كمان يعني زيدان بيتكلم أنه عارف تماما قدرات بن زيمة وكان مميز طول الوقت مع ريال مدريد وبات استثنائيا ما بين قسين يعني بيتكلم على المرحلة اللي كان حتى فيها رونالدو موجود في ريال مدريد كان زين الدين زيدان آسف كريم بن زيمة بيقدي بشكل أكتر من رائع ولكن في الشادو في شادو يعني رونالدو ولكن طبعا زين الدين زيدان يعني بيقدي موسم اللي فات أكتر من رائع ويعني معظم الناس بيقولوا أنه يستحق جائزة أحسن لاعب في العالم لهذا الموسم طيب دي كانت أخبارنا السريعة كمان على مستوى الصحافة قالت ايه في المحترف نشوف مع حضراتكم نبدأ في الصحف والقرى العالمية أهم عنوان الصحف والمواقع الرياضية في العالم يطر قالت ايه تعالوا نبدأ بأسبانيا ومرقى الأسبانية ركزت على حوارها مع طبعا فان نستر روي مهاجم الهولندي السابق لريال مدريد وكتبت فان نستر روي أنشلوتي مثال ولقد صنع فريقا حققيا ده على اللسان طبعا النجم الهولندي الشهير كمان الصحافة اهتمت بأتليتيكو بالباو ومدربه الجديد أرنيستو وفالدري مدربا لبلباو سبورت الأسبانية ركزت سبورت الأسبانية على أخبار برشلونة ومستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي وجافي ومسروع عودة الجماهير لملعب الكامبينو وكتبت شافي يضغط من أجل بقاء ديمبلي واجتماع جديد من أجل جافي والتجديد لللاعب يقترب كثيرا منذ دي بورتيبو الأسبانية ركزت كمان على برشلونة وكتبت حيرة ما بين تجديد عقد ديمبلي أو التعاقد مع رفينيا يعني فيه يعني التعاقد مع رفينيا أو التجديد لدمبلي ده كان صحيفة دي بورتيبو دي بورتيبو ده كورونيا الأسبانية وكمان فالفيردي هو مدرب القادم نروح نسيب أسبانيا ونطلع على فرنسا فرنسا جريدت لكيب الفرنسية ركزت لكيب الفرنسية على حوارها مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان وكتبت على لسان زيدان قصتي مع المنتخب الفرنسي أن تنتهي لن تنتهي بعد طبعا حضراتكم عارفين أن زين الدين زيدان بيطمح كثيرا في المنصب في الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسي جريدة كمان لكيب اهتمت كمان بتستابل نيمار مستقبل نيمار مع فاريس سان جرمان وكتبت الاحتمال السري ده على مستوى فرنسا على مستوى إيطاليا لكيزتها ديلي سبورت الإيطالية طبعا ديلي سبورت الإيطالية ركزت على ملف ديبالا ديبالا وقالت أن انتر ميلا الأسرع فيه إشارة طبعا لإمكانية تضم اللاعب ديبالا ديبالا وكتبت ليوناردو فارديس ويوبنتي سوريدين أو يريدوا التعاقد معي طبعا ديبالا من اللعبة المميزة جدا على مستوى الكرة الإيطالية عندنا حاجات كتير جدا إن شاء الله النهاردة في المحترف بقول لحضراتكم عندنا ملفته مهم جدا هنقشوا مع نجمينة أحمد مجدي لكن نروح فاصل سريع ونستقبل ناقدنا المتميز أحمد ديليس أهلا بحضراتكم مرة تانية بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف المحترف أحمد مجدي بنورنا دايما بنكون صعداء بوجوده أبو حميد مساء الخير عليك مساء الفل على أعظم محترف حبيب في مصر حبيب يا أبو حميد بنورنا ومشرفنا عندنا قضية وأنت متحمس لها جدا 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 لما اتكلمت معاك فيها قلت لي قضية ممتازة وفيه اختلفات كتيرة جدا ما بيننا وما بين العالم وخاصة أوروبا في عملية تفريغ اللاعبين وعملية إدارة الأكاديميات بشكل كبير قبل ما أخش في داية عايزك سريعا تقول لي رأيك في مباراة النادي الآلي وغاز المحلة والفوز المستحق للنادي الآلي في بلاس 90 يعني طبعا كلنا سعداء بالأداء للنادي الأهلي مش بالأداء يعني قوي بس نقدر نقول بالأداء اللي سيرنا بمرحلة ما بعد بيتسو موسيمانيا حتى الآن يعني لما بنتقل أن المنافسك المباشر ما بيكسبكش ما بيزودش الفريق معاك ولما بيكسب ويحط الضغط عليك بتعرف تطلع من ماتش معقد زي ماتش غزن المحلة وتتواصل بعد كده بس النقطة اللي محتاجين نطورها شوية في الفريق هي أنه لما الماتش يكون في المتناول نحاول نستغل الحاجة دي لأنه لما الماتش في المتناول سهل جدا أن أنت تجيب جون واثنين وثلاثة بيريحوك بدني بيريحوك زهني بيخليك تعرف بعدين تريع عناصرك الأساسية ما تحتاجش أن العب زي محمد شبك يلعب لحد بعد التسعين ويجيب جون وقفشة السيناري ده بتتكلم عليه تقرر مباراة نادي الزمالك من أيام بيتس ومن ثماني كان عندنا نفس المشكلة لكن ظهر يتقوي كمان مباراة نادي الزمالك والتفوق الكبير وكمان على مستوى مباراة غزن المحل بتفق محارتك جدا حتى ديربي ماتش ماتش الزمالك كان ممكن فعلا فعلا يتسير بشكل مش أسود بس على ناحية التدريب أسود لما تيجي الفرص تستغل ودي عملية الأهل بيفتقدها خلال السنتين ثلاثة الأخار حتى مع وجود مهاجم مثلا بقوة محمد شريف دلوقتي وأنا لسه مؤمن أن محمد شريف يقدر يخط خط هجوم الأهلي ويقدر يشغل مركز درس الحربة في الأهلي بأجود شكل ممكن ولكن عموما الفرقة ما بتحسمش لما يبقى الماتش في المتناول هي دي النقطة السلبية حتى في أفريقيا لما كنا يعني بنروح لسكور عالي لا كممكن لسكور ده نوصله في الديئة 70 في الديئة 80 في حين الخصم يبقى جاي منهار تماما ومستسلم تماما ومتعرض لضغوط كبيرة فالنقطة اللي نستفدها بماتش غازل المحل نحن ما نكررش ماتش غازل المحل إن شاء الله على مستوى طبعا الدور إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا لكن كنا نتكلم على المستقبل ولو تكلمنا عن المستقبل لازم نتكلم على الناشئين لو تكلمنا عن الناشئين لازم نتكلم على قطعات الناشئين أو ما بين كوسين الأكاديميات الأكاديميات خلينا نتكلم بكل أمانة بس كمان عايز أقول لحضراتكم قبل من ناقش أحمد في الأكاديميات موضوع قطعات الناشئين وأكاديميات الخاصة دي يعني موضوع كبير جدا جدا وبتمثل قوة ضاربة لتخريج لعيبة مميزة نتكلم على أوروبا نتكلم على الناس اللي بتشتغل بشكل علمي بتشتغل بشكل كمان على مستوى المدد الطويلة إنك تطلع ناشي أو تطلع لعيب بمستوى دولي كبير جداً ده عايز شغل كبير جداً جداً أعتقد معنا زملائنا في الإعداد محضرين تقرير ممتاز عن الأكاديميات في أوروبا وإزاي بتشتغل نشوفه مع حضراتكم التقرير دوت عشان نرجع نناقش كل التفاصيل مع نجميلنا الكبير أحمد مجدي التقرير أكثر من رأي أحمد هاخد منك تعليق على التقرير دوت هم تكلموا على أكاديمية في السنغال وأفرازت هذه الأكاديمية عن لعيبة كبار جداً جداً زي ساديو ماني شايف موضوع الأكاديميات إزاي في مصر وإزاي كمان نطور من هذه الأكاديميات عشان تكون مصنع لتفريغ المواهب يعني التقرير اللي بحب زملائنا في الإعداد عليه أولاً صلت الضوء على مقارنة مهمة جداً المقارنة دي يا كابتن الأكاديميات الجاية من أوروبا وفتحة في مصر ده جزء شديد الأهمية وشديد الدلالة أنا كان لديها تجربة شخصية مع أكاديمية لليجة مثلاً على سبيل المثال الأكاديمية جاية وغيرها كتير لأهداف تسويقية بحتة خصوصاً مع النجم من محمد صلاح يعني ده كله الأداة التفريغية الأولى يعني هو مش بيبقى جاي بمسألة المنظور بتاعنا بتاع المواهب وجاي أكتشف مواهب لأ هو جاي علشان الحتة دي كوميرشيا يعني تجاري كوميرشيا في مقام الأول وده مش مستهجل بس لو كوميرشيا اللي علاقة دايركت بكورت القدم يعني أنا كان فيه لقاء جماعني كان ساعتها رئيس الرابطة كان رئيس أكاديمية الدور الأسباني في مصر اللي هو فرناندو سنز لعب ريال مدريد السابق وحصل على دورة أبطال أوروبا فكلمته باستفاد عن الناحية التسويقية دي فهو قال لأنه الإمباكت اللي عمله محمد صلاح خلنا كل الناس بتفكر في شباب المنطقة العربية بشكل عام تفكير مختلف ده طبعا ليه جانب إيجابي ولكن لو جينا شوف زي ما التقرير قال إحنا دلوقتي مثلا بنتكلم في خمس أو ست سنين من بداية ظهور الأكاديميات العالمية دي في مصر وفعلا المحصلة صفر لأنه في الأول أنت الأكاديميات اللي بتيجي مصر دي ما بتستهدفش المواهب الحقيقية لأنه معلش بترهق الطفل أو بتجبر الطفل على دفع مبالغ برهزة هو وأولياء أمره بتستغلي كمان مابين قسين كده حلم محمد صلاح بالضبط بس إنت لو عايز تجيب حلم محمد صلاح هتلاقي حلم محمد صلاح ده بس مش قادر يروح له مش قادر يروح للبتاع اللي إيجا مش قادر يروح للكلام ده فهنا بنجي نتكلم أوروبا بقى والجنراسيون فوت على وجه التحديد في السنغال وانا عشان تاني بحقيق زمنا في العداد على المقارنة دي كانت مقارنة زاد دلالة في أوروبا مثلا على سبيل المثال أكاديمية لمسية أكبر الأكاديمية في العالم لسه دلوقتي لحد الآن بيتشغل كشفين الشوارع يعني بويول تشافي إنيستا فابريجاس جورديولا إيفانديلابينيا كل الأسام اللي حضرتك سامعها دي ده من أوريول تورت واحد كشف واحد بس اللي جابه ده كان بيمشي في مدينة برشونة بيجيبهم رونالدينيو على سبيل المثال هو مش لمسية بس رونالدينيو اكتشف في أكاديمية جريميو الأولى لما كان بدأ في ناشئين جريميو في البرازيل اكتشف من واحد كان شافه الواحده بنطط يعني ما نزلش يعني واشافه بنطط بس واشافه بنطط قال له تعال وتعال دي معناها ألف حاجة زي ميسي أول واحد وقفه نزله ويلعبه مع جدته فكان عايز يكمل عدد بالفريق فلقى بيرقص وهو مش عارف ايه الترئيس يعني هو لقى بيرقص بيراوغ ومش عارف مراوغة دي لحد فين قال له تعال احنا عايزينك في نيولز اولد بويز فلسه الحد الآن تكشفين دول موجودين الوسائل اتطورت الوسائل اتطورت منها على سبيل المثال اللي حصل مع مروان صلاح في موضوع بيرن مينشن إجابة ازاي بيرن مينشن ما نزلهش شارع بس طلب انه يشوف حاجة رو هو طلب حاجة رو دلوقتي حاجة تتصور لي حالا وتتعرض فده بقية وسيلة تانية ان انا جيبي المواهب اللي موضوع مش مستهل منها اكتر من الموهبة فكل التصفيات اللي عملوها بيرن مينشن في التصفيات دي وتوصل لتلات حراس دلوقتي بيعملوا معسكر تبقى بيرن مينشن في البرازيل اكيد هتفرز لموهبة هي دي الطريقة مش الطريقة ان انا اقول يا جماعة اللي قادر يدخل اللي عايز يحقق حلم محمد صلاح يجي المكان الفلاني السعل يعني ممكن تتقال كده ولكن يكون عندك آليات لازم يكون في آليات انت بتوعد الاهالي انك هتكون ما يحط ابنك على الطريق الصحيح ويبقى كلنا كل ولادنا دلوقتي مثالهم الاعلى محمد صلاح لكن ما تستغلش ده لاستغلال مادي احنا يعني ما عندناش مشكلة اكسب ولكن يكون عندك كمان المصدقية انك تشتغل مع الولد دوت وتطور من اداء وانك تشوف فعلا انه فعلا لعيب موهوب وتبدأ تطور من موهبته احمد يعني معانا كمان اسطورة برتغالية بنتكلم كمان عن البرتغال وان البرتغال كمان من المصانع في اوروبا اللي بتطلع النجوم على مستوى عالي جدا جدا على مستوى التسوية على مستوى اللعيب على مستوى المدربين معانا ابل خفير الاسطورة البرتغالية الراجل دوت مدافع على اتراز عالي جدا لعب في بنفيكا ولعب في انجلترا لعب ليبربول ابرتون لعب في المانيا لعب في ايطاليا لعب في الدوري الايطالي الامريكي لعب في الدوري التوركي يعني لفة كبيرة جدا وعنده خبرات كبيرة جدا جدا هيسعدنا النهاردة يكون موجود معانا عبر سكايب معانا هنا في المحترف خفير مساء الخير عليك مساء الخير على الجميع مساء الخير كابتنالي رامزي شكرا لتوقيع الدعوة لخفير ابيل للزور على البرنامج معكم أريد تحية جمهير النادي الاهلي النادي الاهلي الكبير الذي نعرفه نحن البرتغاليون ولديه سمعة كبيرة في البرتغال لا نستطيع أن ننكر كل ما فعله مانو الجزي الكبير والعظيم الذي صنع تاريخ كبير للنادي الاهلي والذي فاز بالعديد من البطلات مع النادي الاهلي مانو الجزي كان فخر وتواجده فخر في مصر وعمل اسم كبير للمدرسة البرتغالية في مصر أنا صديق مانو الجزي وأريد أن أحيي مانو الجزي من خلال هذا البرنامج ومبسوط وسعيد في وجود المدارس البرتغالية في مصر والدور المصري إحنا سعداء بوجودك معنا خفير وأكيد سيكون لنا بعض الأسئلة عن النادي الاهلي والمدربين البرتغاليين المتقلقين على مستوى العالم خلينا نتكلم أولا في عملية اللاعبين بناء اللاعبين واكتشاف المواهب وعايز أعرف منك في الثلاث سنين اللي فاتوا البرتغال كسبة 300 مليون يورو في عملية شراء وبيع اللاعبين عايز أعرف منك كيفية اكتشاف اللاعبين هناك في البرتغال المدرسة البرتغالية دايما بتفرز أو بتفرز لعبين على مستوى عالي جدا جدا على رأسهم كريستيانو رونالد أنت على حق أهم شيء في الكرة البرتغالية وهو البحث عن المواهب والقيام باكتشاف هؤلاء لا أتحدث فقط عن اللاعبين ولكن أيضا عن المدربين لأن المدربين البرتغاليين واللعبين البرتغاليين يمثلون دخل قوم كبير للكرة البرتغالية وإذا ما أردت أن تعرف قيمة هذا الشيء يمكن أن تسأل إلى المواقع الكبيرة من أجل أن تشاهد كم منتخب كم يوجد عدد اللاعبين البرتغاليين وعدد المدربين البرتغاليين الذين يخزون أوروبا وهذا يعتمد على الجنات ويعتمد على طوارس الأجيال لأن هنا نعتبر الكرة رأس مال كبير للدولة نقوم منها بالفوز بالعديد من البطولات ونقوم منها أيضا بجلب الموارد ومن خلال جلب هؤلاء الموارد نكسب العديد من المال لكن الموجودون في تفريغ اللاعبين وعمليات الفرز هم نقوم ونقوم كبار ويعلمون أين يذهبون من أجل أن يجلبوا لاعبون يصنعون الفارق في كرة القدم هذا علم كبير وليس سهل على أي شخص أن يقوم بعملية فرز وتفريغ اللاعبين والمدربين وبالنسبة لأكثر شيء أهم في هذا الموضوع عندما تذهب أتحدث عن الأكاديميات عندما تذهب إلى البحث على اللاعب يجب أن تعلم قبل أن تصل إلى هذا اللاعب ماذا تريد هل تريد مهاجم قوي هل تريد مدافع هل تريد وسط ميدان يجب أن تحدد طلباتك لأن إذا أنت ما ذهبت بعشوائية سوف تعود خالي الوفاد وهذا هو الأهم في الموضوع أنا أتطفق معاك تماما خفير أنه لازم يكون فيه معايير للاختيار ومش مجرد أنك تروح تتفرج على موهبة ولكن معايير الاختيار مهمة جدا جدا على مستوى انتقاء المواهب خلينا نروح لموهبة منتقلة حديثا من الدوري البرتغالي إلى البريميال ليه نونيز لاعب طبعا مميز جدا ننتقل مؤخرا من صفوف بنفيكا إلى ليفر بول شايف هذا الانتقال إزاي شايف هل نونيز يعود غياب ساديو ماني وأدواره المستقبلية مع ليفر بول بالنسبة لي نعم نتحدث عن المركات وعندما تتحدث عن المركات يجب أن تتحدث عن المال اللازل لديك كم لديك وكيف يجب أن تنفق هؤلاء الأموال الموضوع ليس موضوع اقتصادي لكن الكرة في إنجلترا والمركات في إنجلترا لنا علاقة دائما كبيرة بينهم ولهذا قاموا بقلب نونيز بالنسبة لي ذهاب نونيز إلى ليفر بول كرة البرتغال ومستوى اللاعبين البرتغاليين يستطيعون أن يثبتون أنفسهم في أي مكان لكن في النسبة لي المركات في البرتغال وإنجلترا مركاته كبير وكبيرة جدا الصورة معلش راحك من خفير هنحاول إن شاء الله نرجع الصورة تاني لكن عايز أعرف تعليقك برضو يحمد على ما قاله في نقطة مهمة جدا أنه بيقول لك الناس اللي نازل تتفرج لازم يكون عندك قبل ما تنزل أنت عندك معايير للاختيار وده مهم جدا أنك عندنا يعني ممكن تكون الاختيارات عشوائية بشكل آه العيب يعرف يعمل دريبل ولكن المعايير مش موجودة شايف النقطة دي إزاي طبعا أنا شايف النقطة دي موفقة جدا ترحى أبل خفير وسحبها على مثلا الحالة المصرية في مسألة رؤوس الحربة افتكرت ده جدا هو بيتكلم يعني افتكرت جدا أنه مصر هل فعلا مصر خلال كل السنوات اللي فاتت دي عجزت أن هي تجد رأس حربة هداف زي اللي كنا يعني بنطلعهم كده كل أسبوع رأس حربة يطلع جامد لا المنتخب المصري على سبيل المثال افتكرت ده فممكن قليت السكوتينج في المجال ده يبقى توجيه زي ما هو تكلم برضه في إنه احيانا إضرار اللعيبة أو دخول اللعيبة بشكل ما من النشاقين بيدر أموال على الدولة صحيح ده ينقلنا الجنرسيون فوت برضو الجنرسيون فوت البداية بتاعت إنه هي كانت بتعمل كل ده في السنغال كانت يعني حل المشكلة الهجرة غير الشرعية عشان بتتكلم فيه مهم جدا خلينا نرجع لخفير مرة تانية عبر سكايب رجع معنا خفير الأسطورة البرتغالية وكنا وقفين على نونيز ونونيز طبعا انتقاله لليفر بول وانت زي ما قلت خفير أهلا بك مرة تانية خلينا نروح معاك وانت بتتكلم على مواهب كثيرة جدا على مستوى البرتغال ولعبين على مستوى رونالدو على مستوى لعبين كثير جدا هل هل ده بتضاعف من فرص البرتغال للحصول على كاس العالم القادم انت شايف إن المنتخب البرتغالي وصل لدرجة المنافسة على الحصول لكاس العالم القادمة قطر 20-22 نتحدث في الأول عن نونيز ونستكمل الحديث نونيز لعب كبير ولعب عظيم واستطيع وسيصنع الفارق مع الليبربول لأن نونيز يقدم أداء عظيم وشاهدناه في دورة أبطال أوروبا وكمل عظم الذي سنعى اللعب لكن الليبربول أنا سعيد بزياب الليبربول لأن الليبر يلعب كرة جمعية كرة عظيمة وهذا سيساعد نونيز في أطاقلم سريعا مع محمد صلاح وسيتأقلم أيضا مع ذلك ثم نعود إلى البرتغال منتخب البرتغال منتخب قوي جدا كل لاعب البرتغال إذا كان كبير أو شاب يتبع قطة المدرب وهلعب كرة جمعية منتخب البرتغال سيقوم بعمل بطولة كبيرة في الأول البرتغال كان لديها مجموعة عظيمة وكان يصلون إلى مراحل متقدمة من نهايات كأس العالم ولكن عدم الفوز بالبطولات الكبرى أصل كثيرا في الأجيال الماضية لكن مع كريستيانو رونالدو والمجموعة القادمة نحن نأمل كثيرا في كريستيانو رونالدو ونعول عليه لأننا نريد كشعب البرتغال أن يفوز كريستيانو رونالدو بكأس العالم تتويجا لما فعله كريستيانو طيلة حياته وطيلة تاريخه لأن المعهو الآن مجموعة كبيرة ومدرب كبير يلعبون كرة قدم عظيمة وكرة قدم جمعية أعتقد أن البرتغال سوف تقدم بطولة كبيرة في كأس العالم مستوى اللعبين واهلهم للفوز بكأس العالم عايز أخذ من كلامك خفير نقطة مهمة جدا جدا يمكن عايز أن أقشك فيها سريعا بتتكلم على رونالدو كأمال وطموحات الشعب البرتغالي في رونالدو للحصول على كأس العالم ولكن قلت مع رونالدو موجود لعبة كمان مميزة جدا جدا من اللعبين المميزين على مستوى المنتخب البرتغالي لو أني للصورة للمنتخب المصري كل الأمال بتكون فقط على محمد صلاح وتتوقف أمال المصريين على أداء محمد صلاح من خلال المنتخب وفيه يعني خلينا نتكلم بلغة الكرة أن لاعب واحد لا يستطيع أن يصنع الفارق شايف إزاي هذا التقييم وشايف إزاي كمان تقييمك لمسيرة محمد صلاح في الموسم المنقدي بالنسبة لمحمد صلاح أنا سعيد جدا لأنني لعبت في ليبربول سلاة أسابيع ماضية كنت في ليبربول تمت دعوتي كنت أحد أساطير ليبربول الذين لعبوا في ديربل ميرسي سايد كل الجماهير تحدثت معي ويعشكون محمد صلاح محمد صلاح مستكبر ليبربول محمد صلاح رغبته والحالية وعقليته يجب أن يستمر في ليبربول وهو يريد أن يستمر في ليبربول لأنه سيصبح أساطورة وأيكونة من أيقونات النادي أنا تحدثت مع محمد صلاح بعد الدعوة التي قاموا بتقديمها لي وأنصح صلاح أن يستمر في ليبربول وأتمنى أمنية خاصة أن يفوز صلاح ببطولة عظيمة مع منتخب بلاد ولأن هذا ما ينكر صلاح من أجل التتويق بحث ضلاء في العالم بعد ميسي وبعد كريسيانو رونالدو محمد صلاح سيكون أيقونات العالم وليس فقط ليبربول لأنه يستحق ذلك محمد صلاح إذا ما كان ليبربول في مستوىه الكبير محمد صلاح سيكون في مستوى أكبر وأنا أتمنى أن يستمر في ليبربول أنا طبعا بأيدك جدا خفير لأن محمد صلاح يعني أسطورة من أساطير ليبربول وإستمراره في ليبربول اعتقاد الشخصي حيزيد من طبعا أرقامه الخياسية بجانب ثقة الجماهير فيه بشكل كبير جدا بجانب ثقة اللاعبين بجانب ثقة المدير الفني يوجون كلوب كل ده بيؤدي طبعا لاستمرار محمد صلاح مع ليبربول كمان البريمير ليج والكورة الإنجليزية أثبتت هي الكورة المناسبة لإمكانيات محمد صلاح طيب خليني أروح من محمد صلاح وأسألك عن اللعيب المصري طبعا مع وجود مانويل جوزي هنا في مصر فترات طويلة جدا جدا خفير عايز أقولك إمكانيات اللعب المصري وليه لغاية دلوقتي شايف أن ما فيش عدد كبير من اللاعبين المصريين متواجدين في أوروبا رؤيتك لللاعب المصري خفير أعتقد أن الجينات المصرية قوية جدا إذا ما تحدثنا عن جينات اللاعب المصري لكن يجب أن تتم مساعدة الموهوبون في القرى المصرية هم قليلون أنا معك هم قليلون لكن عندما يكون هناك لاعب مصري يمتلك جينات لاعب كبير يجب أن تتركوا اللاعب المصري الذات الموهوبة أن يحترف في أوروبا لأن صلاح أكبر مثال إذا لديك موهبة كبيرة الموهبة لن تندق في مصر ليست لديكم الأجواء وليس لديكم الإمكانيات وليس لديكم أي شيء من أجل أن يكون هناك موهبة كبيرة تندق في مصر مع كل الاحترام للكرى المصرية لكن يجب أن تتحدث مع اللاعب ويجب أن تنظر إلى مستوى مختلف لللاعب المصري واللاعب الأوروبي كيف تريد مستوى لاعب أوروبي في مصر لأن تتحدث عن الفنيات تتحدث عن الخطط تتحدث عن التاكتيكس الكرى المصرية لا تساعد اللاعب ذات موهبة أن يندق في مصر أنا أتمنى لأن لديكم العديد من اللاعبون اتركوا اللاعبون المصريون يذهبون إلى أوروبا ولكن ذات موهبة فقط لأن هذه الأوقات هم أكوياء وأعتقد أن الفرص في هذه الأيام كثيرة وكثيرة جدا لكن يجب أن لا تضيع هذه الفرص لكن بالنسبة لمصر عموما يجب أن يكون هناك أسس كبيرة للقرى المصرية ويجب أن يكون النظام للقرى المصرية من أجل النهوض بالقرى المصرية ومن أجل أن يكون هناك لاعبون كسر لا تعتمدون فقط على لاعب أو لاعبين مصر تمتلك شباب كثيرة لكن نعود إلى بداية الموضوع ويجب أن يكون هناك كشاف يجب أن يكون هناك العين التي تقوم بالبحث وتفرز وتفريغ اللاعبين لكن أنت ترى اللاعب المصري عندما يخرج الأوروبا يقوم بعمل مستوى كبير ويقوم بعمل أداء عظيم لكن يجب أن تحدد المعايير أنا أحترم اللاعب المصري وأعتقد أنه اللاعب المصري عندما يزعب للخارج يقوم بعمل كبير كده ويجب أن يكون المدرب لمنتخب الوطني يختار بعناية لأن شاهدت المنتخب في الأيام الأخيرة والأوان الأخيرة مصري للأسف تمر بمستوى سيء جدا لا يميك بكم ولا بالقرى المصرية أكيد سيكون لدينا اللقاء كمان نتكلم على المنتخب المصري الكرى المصرية لكن كمان من الأمثلة التي تبرزها كان لدينا مثال واضح جدا للعيبة المصرية المتقلقة في أوروبا على سبيل المثال للعب الكبير النجم عبدالسطار صبري البرتغال وكان ملهم لكريستيان ورونالدو بشكل كبير جدا ده كمان دليل على موهبة اللاعب المصري أخيرا خفير أسألك آخر سؤال على هل تعافيت من صدمة ضربة الجزاء في الييرو 2000 أمام المنتخب الفرنسي وكان المنتخب البرتغالي قريب من فوز بهذه البطولة بالنسبة لي لو كنت لاعب فرنسي لم تكن تحتسب هذه دربة الجزاء لأن في هذه الأيام كنا في فرنسا وكنا نقدم أداء عظيم وكنا نقدم مباراة في كمة الروعة وكنا قريبين لكن بالنسبة لدربة الجزاء أنت شاهدتها والعالم كله شاهدها أنا كنت أمام المرمى لكن لم أقصد أن تكون لمسة يد ولمسة اليد لم تكن متعمدة لكن الآن لدينا تكنولوجيا الآن لدينا الفر لو كانت في هذه الأيام لم تكن تحتسب لكن أنا حزين ليه فكرتني بدربة الجزاء هذا شيء يقلمني ويقلمني كثيرا لكن أنا حزين لأن بورتغال قامت بعمل بطولة كبيرة في أوروبا لكن أنا بالنسبة لي شخصيا أنا هادئ الآن للأسف لا أريد أن يغضب البرتغاليون مني تقدمت بالأسف وما أعتقد أننا كنت السبب في الخروج أمام فرنسا هذا الشيء أنا نسيته ولكن يجب أن نفوز بكأس العالم من أجل أن ينسوا هذه ضربة الجزاء أتمنى للبرتغال حظ صعيد ولكن البرتغال إذا كانت مكان فرنسا كنا سنذهب لضربات الترجيح لكن ما حدث معنا أشياء كثيرة أشياء حزينة وكثيرة لكن الجميع شاهد ما حدث وكنا نستحك أن نتآهل على حساب فرنسا في هذه البطولة لكن هم تعمدوا أكساء البرتغال أبيل خفير طبعا الأسطورة البرتغالية وأسطورة ليفر بول بنشكرك شكرا جزيلا أنا نوجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا هاني رامزي عناق كبير وتحية كبيرة لك وشكرا لكل جمعير النادي الأهلي وفرزة أهلي وأتمنى بحظ صعيد للكرة المصرية والنادي الأهلي شكرا جزيلا أحمد يعني شايف بعض النقاط اللي ممكن نناقشها من خلال مستقبل الكرة المصرية من خلال اللي قاله أبيل خفير من عملية الاسكاوتينج عملية الاختيارات عملية يعني عملية كمان بتخش ميزانية كبيرة زي ما بقولك البرتغال آخر 3 سنين 300 مليون يورو عملية بيع وشراء اللعبين البرتغال تعلواجه التحديد طبعا أبيل خفير أنا ببساط أنا افتقاء هو كان بيع من شعره أصفر تقريبا صح وافتقاء اليورو 2000 كان البرتغال عنده منتخب فيه جونونو جوميش فعزوهم تبعته لدقائق مسألة عدم تطوير الموهوب المصري فدي بصراحة لفتت انتباه انه واخد باله منها واللي صلت الدوء أكتر على كده هو محمد صلاح يعني خلنا أقول برضو تاني محمد صلاح صلت الدوء على كل ده النقطة المهمة اللي هو قالها ان اللاعب المصري فعلا ما بيجدش الفرصة الكبيرة للتطور جوه مصري احنا ممكن تكون أهدفنا مختلفة حتى كأندية مصرية مستهدفين نحن الحق بطولة مستهدفين نحن نعمل واللعيب الموهوب ما فيش آلية فعلا اللي حمايته من حاجات كتير أولا حمايته من الضغط الإعلامي ثانيا حمايته من إحساسه بنفسه ما فيش تأهيل سلوكي للمحترف الحقيقي ان هو يعرف يتجاوب مع كل الضغوطات عشان كابل لقي نمازل كتيرة بتروح تكسر الدنيا ستة شهر وترجع سنة وترجع أبجديات الاحتراف مش موجودة لدرجة ان فيه العيبة بتوعب بالسنتين وبالتلاتة ما تتعلمش لغة على سبيل المسال ان انا روح هناك ومش عارف اتكلم الأول مع الناس مش عارف اتجاوب مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا انت تتكلم في مشاكل طبعا بتخص زي اللاعب المصري يتأقلم على جو احترافي غريب عليه طب ليه ده بيبدأ من هنا منقلبش بالزبط ليه بناقلبش الآية ليه ما يكونش عندنا الأجواء المناسبة لتطوير المواهب عندنا لو عندنا مواهبة الأجواء دي انت بتلخصها في ايه يعني هل الدوري قوة الدوري هل النواحي النفسية من غير دلوقتي ما عندناش ما عندناش محاضرات على مستوى اللاعبين ما مكلمش على الفريق الأول على مستوى القطاعات النشئين لازم يكون في محاضرات نفسية لان ده مهم جدا هل على مستوى البنية الأساسية ما عندناش بنية أساسية تقدر تطور اللعيب اللي هو المدرب اللي يقدر يطور اللعيب بأسلوب علمي وبأسلوب احترافي أنا يا كابتن شايف أننا عندنا أصعب شيء اللي العالم كله بيبدل يدور عليه اللي هو الموهوب الموهوب اللي بياخد عدد ساعات لعب كتيرة جدا قبل ما يدخل نشئين يعني لو بنتكلم بنتكلم في عشرات الآلاف من ساعات اللعب ممكن الطفل المصري يكون بيلعبها كورة قبل ما يدخل في الاحتراف لما بيدخل في الاحتراف للأسف غالبا بيبقى مع مدر يعني أنا حسنا فعل ولو الموضوع تطبق فعلا بأنه إلزام المدربين المصريين في كافة المراحل أنه يبقى معهم رخص تدريبية معتمدة الكلام ده هي نعكس على الكورة المصرية بشكل كبير لأنه لما اللي بيقيمني لما بيقيمني ما بيبقاش يديني رصيد حقيقي ولما اللي بيقيمني ملعبش في أندها كبيرة ولما اللي بيقيمني معتمد بس على وجهة نظر وهو اللي ممكن تكون صح في لعيب وغلط في عشرة فالعشرة دول رصيد مهدر العشرة دول عشرات الألف من الساعات بتهدر أنا برجع تاني على جنراسيون فوت مثلا كابتن جنراسيون فوت على وجه التحديد ما بتسيبش الناشئ أكتر من سنة هو العقد اللي بيبرم مع الناشئ أولا بيبقى المسألة ليه علاقة بتعاقد يعني جنراسيون فوت بتتعاقد سنتين ما بتعاقد لك شكتر من سنتين وبيبقى هو ملزم يسوقك وما لوش دعوة أنت هتروح فين يعني ملزم من الشأن الأفريقي الطفل الأفريقي ملزم قدامه أنه أنا أجيب لك فرصة في حتة درجة على حسب مستوى جبا واحد زي مانيه بيطلع على مدزة على طول مثلا لأن ده واضح جدا أن فيه فوارق موهبة كبيرة ده السنغال تحديد ده مميزة فيها والبرتغال في أوروبا على سبيل المثال خلينا نتكلم فرنسا طبعا لأن فيها كمية هجرة غير شرعية كثير جدا ووسائل مختلفة للهجرة فيه ناس بتطلع من البحر فيه ناس بتطلع من البر فيه ناس بتطير وتقعد شوية مهاجر زي سامويل إدتو على سبيل المثال سامويل إدتو قاعد ست شهور مهاجر غير شرعي مقيم غير شرعي في فرنسا وتعرض على باريس سانجيرماو والقبل والحاجة الوحيدة اللي عاقته أن ورقه ما كانش كامل لحد ما عارف ينسق ورقه هناك أخته سفرت يعني كانت قصة البرتغال على سبيل المثال فيه تنسيق مع دول أفريقية كتيرة كانت مستعمرات لها في السابق تعالى نتكلم على التجربة البرتغالية وإزاي كان لها وصول أو فروع على مستوى أفريقي واستفادوا من دوت في اكتشاف بعض اللعيبة أو تطوير بعض اللعيبة بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد قبل الفصل كنت تتكلم أو هتبدأ تتكلم على البرتغال وإزاي فتح فروع في أفريقيا لانتقاء المواهب وتطوير المواهب ديت وزي ما بنقول إن صافي أرباح آخر ثلاث سنين في البرتغال حوالي 300 مليون يورو عملية صافي ربح من شراء وبيع اللاعبين أنا كنت أتكلم مع حضرتك على التنسيق اللي بيحصل بين الجهات الحكومية وكل مؤسسات كرة القدم في البلد فالبرتغال على سبيل المثال في دول من أيام ما كانت مستعمرات خدت استقللها في سبعينيات وستينيات القرن الماضي منها غينيا بيساو على سبيل المثال بك في تسهيلات دايماً في الذهاب والمجيء من وإلى البرتغال غينيا بيساو على سبيل المثال عدس الحد لطي فيها شوية جزر مستعمرات ببرتغالية حتى الآن فيها تلاتة غينيا غينيا بيساو وغينيا السوية وغينيا العادية وفيه بابواء غينيا في وقيانوسيا بس يعني فيه غينيا بيساو من اللي طلع منها أن سفاتي أن سفاتي كان مهاجر غير شارع برضو يعني أن سفاتي مهاجر غير شارعي ما لقاش شغل أبو والده ما لقاش شغل والده كان لعب كرة بالمناسبة الحلم الدقبي في غنيا يساوا فسافر البرتغال فلما سافر البرتغال البرتغال هنا بتعتبره قاصر ويملك بتملك البلد حق رعايته بعد ما بيتروج اي ان كانت طريقه هيتحرك ازاي بس البرتغال بتفضل لي حق رعايته بالذات في أول صفقة لي. وهنا لما أنسو فاتي بدأ ينشأ في البرتغال. والده لقى فرصة عمل في أسبانيا في الأندلس في إشباليا على وجه التحديد. فبقى أنسو فاتي. اللي راح بعدين والده عرف يجيبه فيه تسهيلات كتيرة بلدان يورو أولا. وسنانيا ببرتغال وأسبانيا قريبين جدا من بعض. فلما راح أنسو فاتي الكلام ده اتخذ له حق رعاية من المؤسسات الحكومية البرتغالية. هي دي طرق. يعني موهبة بالحجم ده. لو كان ما فيش تنسيق بالشكل الكافي علشان أعده كموهبة. أنا مش أخذ منه مقابل أولا. سنان مش هتصدر إمج عند الناس. يعني زمان كان البرتغال مقتصر على المواطن البرتغالي والبرازيلين المتجنسين. حاليا بنلاقي كتير جدا من أصول إفريقية. بلعبه في منتخب البرتغال. زي ريناتو سانشيس. زي وليام كارفاليو. زي لعبة كتير جدا. بدأت البرتغال تصدر نفسها بالصورة دي. ألمانيا على سبيل المثال. ما بتستقب. يعني بيبقى فيه أولوية لو فيه جايلي قاصر أو مهاجر غير شرعي. ما بيدخلش البرزن على طول. لازم يختبر اختبار نشاطات بشكل ما. اللي اختبار النشاطات دوت. لو منه حاجة فيها تفوق رياضي. بياخدون مدة ست شهور تأهيل. وست شهور تنين اختبار. كمية اللعيبة اللي طلعت بالطريقة دي من زول أصول الأفريقية مرعبة جدا. منهم أنتوني ريديجر اللي بيلعب فيها المدريد على سبيل المثال. فما بقيتش المسألة بس. يعني جنراسيون فوت السنغالية جاءت استجابة أو كانت جزء من استجابة وسعة في السنغال لما سألت الهجر غير الشرعية من أجل كرة القدم. لأن فيه مواطنين سنغاليين بيطلعوا من السنغال ماشي. عايزين يروح أوروبا. بيرسي بيهم الحال مثلا في المغرب. زي مبينزة مثلا اللي بيلعب في الودات دلوقتي. ده كان مهاجر غير الشرعي. معايز يلعب كرة بأي شكل. بيعودوا أحيانا في معسكرات إعداد كده بيخدوهم في بلدان شمال أفريقيا. وممكن كمان ما يلاقوهمش نفعين في كرة القدم. فيتحولوا لأشياء تانية سيئة كتير. ما أنت بتتكلم على رمضة برضو مهمة جدا. عملية مؤسسات الدولة نفسها. وعلاقتها حتى بكرة القدم. وعلاقتها بين المحترفين أو محترف في كرة القدم. فده كمان مهم جدا. إن الموضوع مش موضوع اتحاد كرة ومشروع. لكن ده مش مشروع اتحاد كرة. ده مشروع دولة. مؤسسات الدولة بتخش فيه. وإن شاء الله كمان هنا في المحترف بيذن الله هيكون بيذن الله خلال الأسابيع أو الأسبوع اللي جاي. هكون كمان معنا حلقة مهمة جدا عن تطوير الكرة المصرية. من 20-22 لـ 20-38. ده مهم جدا. إحنا نعرفه والأليات هذه الخطة. إن شاء الله. طيب. عايزين نروح لملف تاني أحمد ومباراة. مباراة ما بين فريقين على المستوى العالمي. مباراة دايما مهمة جدا. ما بين برشلونة والمان سيتي. المباراة دي مباراة ودية بتقام يوم 28 أغسطس القادم وري سيزون. ورأيك كيف المباراة دي وشايف عملية طبعا المباراة الكبيرة قبل بداية الموسم. شايفة إزاي؟ يعني طبعا برشلونة وماشستر سيتي خصمين من العار السقيل. يعني خصوهم برشلونة في الوقت ده هيبقى ريسي بشكل كبير جدا على الصفقات اللي هيجبها في المركاتو وعارف مين اللي هيقعد ومين اللي هيمشي في ظل أزمة دنبلية. ولكن في حاجتين مهمين حابين نصلاة تضع عليهم. أولهم من الماتشات اللي زي دي في ملف عالق من الاتنين اتكلم عنه جوارديولا في المؤتمر الصحف الخاص بالماتش. اللي هو ملف برناردو سيلفا فبرناردو سيلفا في الماتش ده يعني هو لما تسأل جوارديولا هنلا هتلعب بمين الماتشات دي. هل بكفال الأول بكفال الأول بكفال الثاني. هلعب برناردو سيلفا وعشرة ثانين. هلعب برناردو سيلفا كأساسي وعشرة ثانين في دليل. في دلالة انه هو مش هيسيب وينتقل برشلونة. دي أول نقطة. النقطة الثانية ان الماتش ده بيقام على شرف أو يعني هتخصص أرباحه وتمن تذكره لصالح خوان كارلوس أنزوي اللي كان مدرب برشلونة المساعد في فترة لويس انريكي ومصاب بمرض التصلب الدموري ربنا يشفي منه وربنا يشفي كابتن مؤمن زكريا منه برضو بنتمنى لهم بإذن الله الشفاء العاجل الماتشات اللي زي دي بقت كتير جدا في السنوات الأخيرة علشان تدخل اللاعب في المود وفي نفس الوقت تجيب أرباح ففترة بري سيزون ما تبقاش فترة منقطعة الفلوس أولا على النادي خوصة النادي زي برشلونة محتاج في الوقت ده وقت تضخ في ميزانية جديدة علشان يعرف يسجل لعبته أولا ويجيب لعبة جديدة وسانيا من ناحة تانية علشان ما تتفصلش فنيا يبقى فترة الاعداد اللي أنا بعملها لها تقييم واضح وحي فلما تغرب 3-4 من فريق كبيل ده معناه أن أنا فيه ألارم لازم يتعامل كده من أول الموسم أن أنا عندي مشكلة في كذا وكذا وكذا عندي الخطوط الفلانية عايزة تدعم اللاعب الفلاني بعد فترة الاعداد مش جاهز بدنيا بشكل كبير وده بينقلنا نقطة إصرار اللاعب الأوروبي على قضاء فترة اعداد طويلة حتى لو هينتقل من النادي اللي هو فيه يعني مثلا نيمار على سبيل المثال هو ملاسم في دماغه أنه ماشي من برشلونة في سنة 2017 أضل بري سيزون كله كله كامل وكله كان بيقول أنه دي دلالة أنه قاعد لا دي دلالة أنه بيتجاهز بس ما ليوش أي دلالة تاني وبيجاهز نفسه بس دلوقتي لوبرت ليفندوفسكي بيسرن ويرحل وخلاص أعلن أنه هو يوم 12 يوليو اللي جاي هيدخل بري سيزون بشكل اعتيادي أين كان موقفك بس فترة بري سيزون مهمة جدا لكورة مصري وعشان كده بنتقل أنه دايما لما بيتقال أن اللاعب المصري الحالي مش موهوب اللاعب المصري الحالي الخامة مش كويسة وماشا مش عارف إيه مفيش لاعب مصري في التاريخ الضغط ضغطة الجلدة يعني خلينا وإحنا بنتكلم نعرف أن فيه لاعب زي عمر السلاء مثلا أعد أربع مواسم كاملة من غير ما ياخد فترة راحة طاليق بلاعب محترف مفروض يرتاح من شهرين لتلاتة يبقى قف تماما وشادد الفيشة وده اللي بيحصل في أوروبا في كل وقت على طول حتى لما بيكونش شهرين تلاتة لو خدنا شهر حتى المدربين وأنا عاشت ده في ألماني يقولك أنت فيه برنامج يتحط بس أول عشر تيام ما تتفرقش حتى على كورة نروح مع عائلتك مكان هادي فضي دماغك وابدأ بعديها مثلا بإزبان ولا حاجة تبدأ تتحرك شوية بتلعب جيم بتاع لكن التواصل المواسم ده ده شيء قاتل يعني مثلا العديد زي لونيل ميسي لما قضى موسم كامل مع برشلونة لعبه لحد الآخر ما تصابش ولعب شامبيونز ليج لحد ونص النهائي ما تصابش اللي هو موسم 18-19 اللي برشلونة غلب في من ليفربول في العودة 4-0 الريمونتادة ده وبعدين ملحم في كوبا أمريكا 2019 وبعدين لعب المؤسم وكان واخد شهر بس راحة كله قال إن ده اللي أثر على لونيل ميسي بدنيا ده ده إيه بالنسبة لعمر السلية أو حمد فاتحي ولا شيء يعني ده ميسي بقى اللي هو من هو صغير بيتتتمم رعايته أفضل رعاية وأفضل لعب في العالم كذا سنة متتالية فرعايته والبدنية مختلفة وفيه جهاز طبي كامل شخصي ليه للإستشفى والريكوفري وفيه أجهزة كتيرة فده من الحاجات اللي بتخلينا أقول دايما ما نظلمش دايما اللعيب المصري لأنه ما بيأخدش فترات راحة خالص يعني مش أقول كافية ما بيأخدش فترات راحة خالص يعني لو سابوا النادي الأهل أو النادي الزمالك أو كذا أو كذا في الدوري اللي بيخلص شهر عشرة في كل سنة ده المنتخب بيجيبه فترات التوقف الدول فده ما بيكونش منطقي فماتش زي بتاع برشونا ومانشستر سيتي في البري سيزون يقول لك قدية الناس دي بتهتم حتى إن لو فيه ماتش ليه جانب ودي وليه طابع خيري وليه كل ده لأنه يكون قوي وكما ممكن يجيب مؤسسة خيرية ترعى الماتش من أول وآخره وبرشونا أي لعب برشونا بيه مثلا على سبيل المسال لا طبعا هو كمان جاب اسم كبير زي المان سيتي طبعا وكمان جاردويلا هو المدير الفني السابق اللي برشونا هو المدير بالحالي اللي المان سيتي لكن كلها أمور وكل الناس منتظر هذه المباراة حتى على المستوى الفني رغم أنها مباراة ودية لكن لما تسمع اسم برشونا أمام مان سيتي أكيد كلنا هنتابع هذه المباراة تعالوا مع حضراتكم نشوف جاردويلا قال إيه فيه على هامش المؤتمر اللي كان النهاردة من مباراة طبعا برشونا ومان سيتي يوم 24 أغسطس كما قلت سابقا أعتقد أن برناردو سيلفا يريد البقاء معنا ومع ذلك لقد قلتها عدة مرات منذ أن كنت هنا مع برشونا لا أحب الاحتفاظ باللاعبين الذين لا يريدون البقاء مع فريقي سيخبرنا السوق عن الأمر لكن نيتنا أن يبقى معنا إنه لاعب مهم للغاية بمجرد تواجدي هنا جاءتني الكثير من الذكريات في رأسي أشعر كأنني في منزلي أحب أن أعود إلى هنا في كامب نو منذ أن غادرت النادي كانوا يهزموننا دائما في كل مرة أتيت فيها إلى هنا لكنني آمل أن نغير ذلك أنا سعيد جدا سعيد جدا لوجودي هنا بغض النظر عن السبب لدور أبطال أوروبا أو هذه المرة من أجل المباراة الخيرية بالتشامبيونس أو بنيين مريكاة كاس برطال ساميكس دليل ده كلام جارديولا للمباراة المرتبطة الخيرية ما بين برشلونة والمين سيتي طبعا يعني بيب أسطورة برشلونة وعظم مدرب في تاريخ النادي بشكل فعلي يعني والأرقام تقول كده الطريقة اللي بيتكلم بها دايما بكل احترام عن برشلونة رغم أنه دلوقتي يعتبر في لف الكورة تاني خالص عن برشلونة مع منشستر سيتي يعني لو جازة أن أقول أن منشستر سيتي وليفر بول وبارني ميونيخ ومعهم ريال مدريد هم نجوم الصف الأول دولات في كونة القدم الأوروبية مع برشلونة فبرشلونة قال لدرجة بالذات بعد رحيل ليونيل ميسي ولكن جارديولا لسه بيتكلم بنفس التبجيل وبنفس الاحترام وبيدفع الواحد للتساول هل في مجال تجربة تانية لبيب خصوصا أن في جيل فعلا صغير لمواصفات كبيرة طالع من برشلونة دلوقتي فيمكن يكون ده فرصة نشوف بيصنع مواهب جديدة في الكرة الأسبانية مع برشلونة يعني أنت ممكن وارد جدا رجوعك جارديولا يعني أنا بحاول أشوف هو ريسكي يعني هو جارديولا من نوعية المدربين هو طبعه ريسكي ولكن هو خد وقت طويل مع منشستر سيتيو مع بارني ميونيخ خارج الرزق يعني هو بيروح نادي جاهز من الآخر فهو أنا متخال اللي بتقال الفترة اللي جاء أنه عايز درب منتخب البرازيل دي الأفكار دي بيتيجي على دماغ جارديولا أن أنا مدرب أوروبي أروح أضرب في أمريكا اللاتينية دي جديدة ومنتخب البرازيل بيها هيكون بعد تيتيلا أن تيتيه ماشي في 2022 رب منتخب أسبانيا يعني الطبيعي اللي يفكر في منتخب أسبانيا مش منتخب أسبانيا هيديله مشكلة هيحط مشكلة كبيرة أنه كتالوني وكتالوني كتالوني متعصب للقضية للقضية الكتالونية هتعمل مشكلة كبيرة عكس إنريكي مثلا إنريكي كتالوني وكل حاجة بس مثلا كتالوني الليعب لريال مدريد على سبيل المثال فهو مش متعصب بنفس الطريقة فإنريكي إلى حد ما توافقي وإن كان مجرد أنه هو في البدايات وكان برضه بينتقط في ملاعب زي بلعب في سنتاجو برنابي وبيتصفر عليه من جمهور ريال مدريد فجوارديولا في انتظار تحدي ممكن التحدي ده يكون العودة لبرشلونة نفسه بس يكون برشلونة بشكل ما أجهز من الحالة اللي هو فيها دلوقتي أو على الأقل خالص قادر يلبي أبسط طلبات جوارديولا المادية لأن جوارديولا لما جيل تجربة الأولانية كان صغير ما جابش غير داني ألفش فقط لغير في موسم الانتقالات كله وعمل أفضل فريق في التاريخ بالنسبة لكثيرين يعني وأنا منهم بوظون إن جيل 2008-2009 ده أفضل جيل في تاريخ كرة القدم بالنسبة لي لو الإمكانات دي توفرت لبرشلونة في الجيل الحالي ممكن يرجع تاني يجتزب جوارديولا ولكن أنا متخاني إن التحدي عنده جوارديولا هيكون أكتر لنروح لضرب منتخب المرات على مستوى جوارديولا طبعا أعتقد الموسم القادم كمان موسم تحدي كبير جدا جدا على مستوى تاني دور الأبطال هل سيحصل المان سيتي على دور الأبطال لا لكن خلينا ننتقل ملف تاني والترانسفير ويندو أو المركاتو الصيفي أعتقد مشتعل بشكل كبير جدا لسه أتكلم برضو مع أحمد على ليفندوسكي هل قاعد ماشي محمد صلاح هيروح فين خلاص سادي ومانية بقى في البايرن ومجموعة أخرى من اللاعبين المميزين طريقهم إلى الموسم القادم عبر مين نشوف مع التقرير القادم موسيقى يشهد المركاتو الصيفي للموسم الجديد في أوروبا سخونة وإثارة بين العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة الرغبة في تدعيم صفوفها بالأسلحة الفتاكة التي تستطيع من خلالها مواصلة الظهور القوي على الصعيدين المحلي والقاري البداية من البريمير ليك حيث الدور الإنجليزي القوي الذي شهد حتى الآن عدة صفقات من العيار الثقيل أبرزها في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الذي نجح في التعاقد مع الصفقة الأعلى في تاريخه بضم الأوروغوياني داوين نونز من صفوف بنفيكا البرتغالي مقابل 100 مليون يورو ورد عليه الغريم التقليدي منشستر سيتي حامل لقب البريمير ليج بضم مكينة الأهداف النرويجية إيرلينج هالد كما استغنى فريق منشستر يونايتد عن عدد من النجوم من أجل الاستعداد للموسم الجديد بكل قوة وتعاقد مع أحد أبرز المدربين الجدد في القارة العجوز وهو الهولندي أريك تنهاج صانع نهضة آيكس أمستردام الجديدة في السنوات الأخيرة وفي إيطاليا اشتعلت حرب الصفقات بين الرباعي ميلا ويوفانتوس وإنتر ميلا وروما في إطار استعدادات الرباعي لانطلاق منافسات الموسم الجديد وباتت دبابة البلجيكي لوكاكو حاليا على أبواب العودة من جديد للإنتر فيما تعاقد روما مع ماتيتش ليعيد التعاون من جديد بين النجم الصربي والمدرب البرتغالي بورينيو وفي فرنسا نجح باريس سان جيرمان في فرض كلمته وحرم ريال مدريد من الحصول على نجمه الكبير مبابي ونجح في تجديد التعاقد معه في مرحل الجناح الأرجنتيني الشهير عن خيل دي ماريا أما في إسبانيا فتنبئ الأمور أن الموسم الجديد سيشهد صراعا قويا معتادا بين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونا ورد الريال بسرعة على فشله في حسم سبقة بابي بضم موهوب الوسط الفرنسي تشواميني من فريق موناكو بعد صراعا قوي مع ليفر بول الإنجليزي وتبدو الأمور مشتاعلة أيضا في ألمانيا داخل القلعة البافرية في ظل إصرار هدف باين ميونيخ ليفندووسكي على الرحيل لصفوف برشلونا الإسباني تقرير أكثر من رائع بيدل على فعلا الأوروبا مشتعلة سوء الانتقالات بين الأندية القبرى يعني فيه تحدي كبير جدا جدا يحمد والكل بيصارع للحصول على اللاعب اللي بيخدم طريقته وبيخدم فريقه للحصول على البطولات بشكل كبير عايزة أنت على المستوى الشخصي شايف الانتقالات الغاية دلوقتي إزاي يعني احنا دخلنا المركات ريال مدريد وهلند أي مكان ففجوين أن كل ده حسن في أول 3-4 يام في المركات وننبابي جدد وهلند راح منشستر سيتي واشتعلت بقى أسماء أكثر سخونة تانية يعني نونيز دخل المعركة بين نيفربول ومنشستر يونيتد ساديو ماني وقصة انتقاله لبيرن منشين كانت مفاجأة للدنيا كلها حتى لو كان ما هدلها قبل نهاية دورة أبطال أوروبا ليفندوفسكي كانت صدمة كبيرة برضو أنه يقول أنا ماشي من بيرن وعايز أروح برشلونة ومش عايز أروح مكان تاني فكان بالنسبة لحالة بيرن وحالة برشلونة الموضوع مفاجئ يعني وليفندوفسكي تحديدا اللي جاي بكتر من خمس أهدف في برشلونة فالموضوع مفاجئ فالمركاتو دايما بيحمل أخبار في النص كده بتكون مفاجئة كانت مفاجئة بالنسبة لك عودة تاني لوكاكو للإنتر بعد موسم بالنسبة للمخايب للأمان مع تشيلسي هو لسه هو لسه مش بشكل رسمي بس هي قصة بحيس أحيانا فيه صفاخات أنا بيسمها صفاخات غسيل الأموال يعني يعني لوكاكو 105 مليون يورو وهيرجع فري ليوفينتوس دلوقتي أو مع إنه ناشئ منشستر كان مفروم منشستر اللي يجني فيه فلوس كتير فهي بتبقى في صفقات كده ليه علاقة بالتمبو بالأتيتود بتاع العيب يعني فيه العيبة أتيتودها فعلا بيساعد الأنواع دي من الصفقات تتم وغاليما بتليم كلهم مع رايولا يعني غاليما كلهم لكاكو حاليا هيواجه مشكلة تانية أن جمهور الإنتر رفض عودته فيه فيه قطاع كبير من جمهور إنتر رفض عودة لكاكو وبيقول أنه طب أنت كنت يعني وانت إحنا تمام ومع إن موروطة مثلا على سبيل المثال متصالح جدا أنه خدمت مليون وخلص كم صفقة تانيين وأنعش النادي في ظل أزمة كورونا هجوم الإنتر أو جمهور الإنتر طبعا بعد رحيله كان هجوم فظيع ونزله تمثال وحرقه وتشرتاته وكل ده لأنه في الوقت كان نجم الفريق الأول وهو وصل نفسه وداخل إنتر لأنه بيحب إنتر وإنتر بيحبه وبيحب كونتي ومدرب أحلامه وده كورت القدم اللي حب ألعبها فما كانش منطق أنك تقعد معنا موسمين واتحق فيهم كل حاجة وتبقى أحصل لهاي في الفريق وتعمل ديو وهيل مع لوطانو مارتنيز وفي الآخر تمشي عشان فلوس برد يعني أنت بتمشي عشان فلوس وما شايفنا طبعا أنت كنت في أسوأ حالاتك جيت مستقر تفع بشكل كبير آه خدت بطولة معنا لسرية آه وسعرك عالي جدا فمن المنطق أنك تكمل معنا ولكن مش تجي بعد أول سنة مش بعد ست شهور تبتلي تغازلنا تاني فده بيصغر اللعيب وغالبا بيبقى برضه اللعيبة التي تتيودها زي لوكاكو كده يعني كل مدرب لوكاكو دربه لازم يكون له تعليق صحيح إما كنت أحسن مدرب في التاريخ إما تخل أسوأ مدرب تتعاملت معاه وكذا 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 وبيلعبنيش ليه وقد تحصل مشكلة كبيرة ويقال أنه هم تطولوا على بعض بالألفاظ في قط اللبس في نص الموسم وتتوتر الأمور زي بول بوكبا مثلا الوسائق اللي طالع مؤخرا اللي صادر عن مش عارف صادر عن ايم دي بي ولا إيه بس هو اسمه بوجمينتري بيكلم بمنتهى يعني بمنتهى عدم الاحترام عن جماهير منشستر يونايتد وعن إدارة منشستر يونايتد في حين أنه ما فاتش على رحيله أكتر من شهر يعني منين جبتوا كل المشاعر دي وإزاي كنت بتلعب في الفريق يعني زي كنت بتلعب في الفريق وإنت بتقول أنا هنددمهم أنا هعرفهم أنه لازم يدفع فيها أكتر أنا هعرفهم طب يعني منين بيجي لك مطش بعدها 3-4 أيام ما لاش دعوا باحترافية واللي بيدعوا أن في العيب في الدنيا أو إنسان في الدنيا بيفصل 100% بالمشاكل الشخصية أو مشاكله مع النادي والأداء في الملعب ده مش حقيقي يعني ده مش منطقه مش حقيقي حتى أكبر النجوم بيتأثروا بالمشاكل من النوع ده وإلا ما كانش رونالدو راحل عن ريال مدريد وإلا ما كانش ميسي راحل عن برشلونة يعني دول أكتر نموذجين فالمشاكل اللي بتحصل مع النادي بتأثر عليه أكيد أكيد طيب نروح للنجمية مع محمد صلاح محمد صلاح بعد التعرير قالت إن ممكن الموسم القادم يكون موجود في تشيلسي هل ده ممكن محمد صلاح نشوفه بعد انتهاء الموسم القادم موجود في تشيلسي هل شايف إن على الناحية التانية بعض الناس بتقوله هو هو محمد صلاح تلع وقال إن أنا بعد نهاية الموسم هروح برشلونة وده أغضب عدد كبير جدا من جماهير ليفر بول شايف مشوار محمد صلاح إزاي مع انتهاء الموسم الأفضل ليه البقاء في البريمير ليج تجديد مع ليفر بول بشروط أو بسقب تعقاد ليفر بول التجاه لتشيلسي يعني محمد صلاح يعني خيرا فعل إنه في المؤتمر قبل موضوع ريال مدريد قال التصريح إنه أنا قاعد خلاص أنا قاعد بالنسبة لسنة الجهة أنا قاعد هو وضح كده إنه مش هيجدد عقده صحيح هو وضح يعني بالكلام ده الناس تفهم إنه قاعد بس هو وضح تماما إنه مش هيجدد فوضح إن التجديد وإن تم التجديد هيتم في صخب كبير جدا لأنه لما يدخل محمد صلاح الفترة الفري السنة الجاية اللي هي هيبقى صيف بداية شدة 23 شدة 23 يبقى باقي 6 شهور على انتهاء عقده ساعتها العالم ما فيش حديث للعالم صباح ومساء الناس تفضل تتكلم على حاجة واحدة بس محمد صلاح هيروفي لأنه كله هيروفي جيبه فري ولما تعف تجيبه فري محمد صلاح هيتطلو براتب مختلف من ليفربول عكس بره للـ 450 حتى للـ 450 ده مش هتبقى مرجع لصلاح لأنه انت خلاص انت سيبتني ومش عايز تتدينا ناتب اللي أنا عاوزه دلوقتي في الأول في الآخر في 450 ألف سترليني أسبوعيا مطلوبة على الترابيزة لو أي حد لباهم أعتقد أن محمد صلاح هنتقله ولكن محمد صلاح هيحسب خطوطه كويس في حتة من محمد صلاح لسه بتشجع برشلونة وده واضح لسه حتة منه القديمة دي لأنه مشجع قديم لبرشلونة الراتب حيكون عائق الراتب طبعا يكون عائق لأنه وده مش عيب محمد صلاح يعني من دلوقتي كلاس إف الكور كلاس إف كورة القدم ماينفعش يقبض ماينفعش بوكبا يبقى بيتكلم زي ما قلنا في الفيلم الوسائقي إنه 300 ألف استرليني ليا قليل ومحمد صلاح بيأخذ 220 لحد دلوقتي يعني مافيش منطق مافيش منطق يقبل ده تحت وخصوصا إنه في بند في حاجتين حصلوا هيفرقوا جدا في قرار صلاح أولا دروي النونيز ده هيفرق جدا في قرار صلاح لأنه لما يبقى دروي النونيز انت قرر اللي طلع بتتكلم على حاجة وعشرين أو حاجة وثلاثين مليون سترليني حاجة واربعين مليون سترليني في السنة فانت بتتكلم في راتب غالبا هيكون معدي اللي محمد صلاح بيتكلم فيه ده لو حسبنا البنود التصعودية اللي أشيعت في عقد الدروي النونيز لأنه مش كله طلع للميديا تاني حاجة بهم جدا إنه ساديو ماني ميشي فساديو ماني ميشي أنا مش قادر أفصلها عن أزمة صلاح أنا مش قادر أفصل الاتنين يعني آيان كانت العلاقة الاحترافية بين الاتنين اللي عايبة ولكن بقاء صلاح بشكل واضح كان ليه علاقة في رحيل ساديو ماني بشكل واضح يعني العملية دي ما كانش ينفع أننا ما ينفعش نفصلهم عن بعض حتى لو هم الاتنين فعلا اتعاملوا مع مسألة النجومية المفرطة فيملي العلاقة ما بين رحيل ساديو ماني وبقاء صلاح يعني يعني خلينا نقول بوضوح كده أحيانا بيبقى فيه مستوى من النجومية ما ينفعش يبقى الاثنين في الملعب ما ينفعش يبقى الاثنين في الملعب فيه الموضوع ده والاشكالات دي يورجين كلوب تحدث عنها كثيرا والموضوع لما بدأ يعمل مشاكل ووصل مثلا لانفعال سادي ومانيه في مباراة ساو سامتون في موسم 19-20 انفعل بقى انفعل وابدا انفعله للناس عندما تغيرنش وغيروا كونهم هما الاثنين عارفين يوصلوا الموضوع بشكل احترافي في الآخر بس واضح جدا ان في لفل نجومية هما مش امه كمان على المستوى الشخص الاثنين ما سمحوش ان علاقتهم تتوتر بالشكل ده ولكن لما محمد صلاح يتلع يقول انا قاعد قبل ماتشلال مدريد ويجي سادي ومانيه بعدها بيوم يقول ان رأي محمد صلاح في ماتشلال مدريد يخص محمد صلاح فقط فهنا كانت فيه ازمة يعني كان ممكن تشتعل فعلا خصوصا لسادي ومانيه هينتهي عقده في نفس الوقت اللي بنتهي فيه صلاح في حين ان النجم الابرز اللي كله بيتكلم عنه وعن راتبه وعن ان ريال مدريد عايزه وبرشونة عايزه وتشيلسة عايزه وكل الناس عايزاه هو محمد صلاح لما فيه لايقب نجم كبير زي سادي ومانيه يشعر بالنوع معين من التهميش على سبيل المثال من قدارة ليفربول لا يبقى راحيله ليه دلالة وبالذات لو راحيله بعد كلمة ايه انا قاعد السنة الجاية بتاعت محمد صلاح لان محمد صلاح حقه يقول انا يعد لانه عقده مكمل ولكن سادي ومانيه في الوقت ده بيتهيقلي حس ان هو هيدخل في التلاتينات من عمره واحدة تلاتين تلاتين سنة وهو برضو زي ما كان بيقال عن نمار عايش في ظل ميسي هو مانيه هيفضل يصنع اجوان ويعايش في ظل صلاح فعايز يهرب من ده لصفقة انا بشوفها مرجع صفقة سادي ومانيه دي صفقة على ناحة الفنية هتفيد بيرن منشين جدا 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 هو على مستوى سادي ومانيه كمان بالنسبة له اولا الراتب ارتفع ثانيا مكان ده هيعرف لان هو سادي ومانيه الترانسفور يعني التحول من جناح خط للعب رقم تسعة واضح اللي بدأ فيه في الفيربول السنة دي اعتقد انه يكمل مسير توبيه لانه هو ما بقاش فت قوي بحكم السن انه لعب جناح خط تسعين ديئة دايما هيبتدي مستوى قل فلما يورجن كلوب عرف يكتشف انه يقدر يلعب تسعة بعد ست سنين مع الفيربول وبيرن منشين بيفقد ليفندوفسكي دلوقتي بيفقد مهاجم بتاع رقم تسعة اعتقد سادي ومانيه هلاقي تربة خصبا انه هو يلعب فيها الوقت المتباقين طبعا لأطمن توقيع سادي ومانيه مع البيرن لعشرين خمسة وعشرين وطبعا السادي ومانيه اكيد ماكسب للبيرن كمان البيرن بيكسب نجم كبير على مستوى البوندزليجا ما عندناش افارقه كتير على مستوى البوندزليجا وبالتالي سادي ومانيه خلاص محدد طريقه وزي ما انتا قلت اعتقد الشخص ده العقد الكبير الاخير لسادي ومانيه وزي ما بنقول يعني القصة كلها بتبقى عملية احترافية اولا واخيرا ويمكن سادي ومانيه كمان يا احمد تلع هاجم شوية ادارة ليفر بول وعدم احترام الادارة ليه بشكل كبير وبعدين قالك لا انا كنت بهزر ما اعتقدش كان هزار يعني هو كان بيلمح بالنقطة اللي انت بتتكلم عليها ان كل الناس بتتكلم على محمد صلاح وهو كان عايش في عباية محمد صلاح ورغم الاداء من وجهة نظر الاداء الرائعي حتى في ليفر بول لا يقل يعني هو نجم بنفس بس الارقام بتقول ان محمد صلاح فارق لان الارقام طريقة لعب يورجين كلوب وتطور صلاح مع الطريقة دي يا كابتن خل محمد صلاح انفرق العالم كله بتكلم عن محمد صلاح غير ان محمد صلاح كوميرشيل بيروج نفسه حسن منه وده اغرارات كتيرة لان محمد صلاح ازكى منه في الناحية دي يعني يحسب لصلاح ولا يحسب عليه يحسب لصلاح طبعا غير ان محمد صلاح بيعرف يتعامل مع وسائل الاعلام اكتر من سادي ومانيه حتى لو كان ده حينان يبان لك ان محمد صلاح بيصرح تصريحات مخيفة شوية او موسيرة للجدل ولكن دي طريقة كويسة بفضل بيها يعني الية كاملة جوا دماغ محمد صلاح وجوا دماغ وكيل ورامي عباس لتسويق صلاح والضمان ان السراء دي تفضل سادي ومانيه مش كده سادي ومانيه انا فكرك اللي انت بتقول عليه ده كان كمان جزء كبير جدا بيشتغل عليه رونالدو يعني ومسي في الاخر بدأ يخش حتة التسويق خارج الملعب بشكل او باخر كان رونالدو كمان متفوق على مسي من الزبط صفقة صفقة منشستر روناتد لو حضرتك تفتكر دخل بري سيزون ودخل ماتش الاولاني مع يوفينتوس في السيريا وفجأة هي هبت في دماغه اللي خطة كبيرة في الميركاتو دلوقتي اننا نمشي اننا نمشي من يوفينتوس اروح اي مكان وكان ساعت عقده السنة الثالثة دي مسموح ان انا اخذك يعني اي فريق ياخده قبل نهاية الميركاتو بتدابير سهلة جدا فلما اتحرك بالعشرين وبالخمسة وعشرين وبالتلاتين والناس فجأة عودت كريستيان رونالدو المانشستر رونايتد هو نفسه رجع نفسه نجم ودي حاجات تحسب لللاعب ولا تحسب عليك والإدارة الراجل اللي بيدير كمان اعماله بشكل كبير جدا دايما بنقول الايجنت هو كمان وسيلة مهمة جدا جدا لتسويق اللعبين احمد بنشكرك شكرا جزيلا دايما بتنورنا وبتشرفنا والوقت معاك بيعد سريعا ده لان حضرتك معلوماتك برضو بتتوجهنا في الحلقة وحضرتك دايما الحلقة معاك بيكون قائمة بنا خليك مرسيح وعلى لقاء آخر ان شاء الله بإذن الله بعد الفاصل كمان كنا بنتكلم على سادي ومانيه طب هل سادي ومانيه هيقدي نفس الأداء مع باير مينيخ هل آلية لعب البوندزليجة متوافقة مع البريمير ليج هنعرف كل دوت بجانب أخبار عديدة وأرقام وإحصائيات عالمية من العالمي محمد الباز بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن سادي ومانيه لانتقاله لباير مينيخ كنا بنتكلم على عقده بنتكلم على انتقاله من الناحية يعني التسويقية لكن كمان مهم جدا نحن نعرف إزاي الناس اللي بتشتغل إزاي يكون باير مينيخ اختار سادي ومانيه لطريقة لعب باير مينيخ هل مع رحيل ليفاندبوسكي هيكون هو الرأس الحرب الأساسي لو قاعد ليفاندبوسكي هيبقى زي التوليفة أو التشكيلة بتاعة الباير كل ده من خلال طبعا نجمنا المتميز دايما محمد الباز اللي بعرفنا على طرق زي ما بقول دايما برا الصندوق محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني أمورك إيه الحمد لله تماما طبعا بنتكلم على سادي ومانيه والسؤال اللي بيدور احنا بنتكلم على البريمير ليج وبنتكلم على البندس ليج ستايل مختلف تماما طرق اللعبة مختلفة كمان بنتكلم هل سادي ومانيه يعتبر الورقة الربحة للباير من خلال موسم الانتقالات الصيفية تقولي تأكيد سادي ومانيه هيعمل مشكلة كبيرة جدا للباير ميونيخ على عكس ما متوقع الناس بتقول هيكون تعويض كبير أو هيعوض رحيل لفاندوسكي في حالة رحيله الموسم الحالي أو الموسم القادم أنا شاف لا هيعمل مشكلة كبيرة جدا من ناحية التكتيكية من ناحية الخططية مشكلة إيجابية أو سلبية يعني سلبية هتكون أكتر على وجود نجوم كبيرة جدا في الباير ميونيخ عاملين أرقام وشغل عالي جدا مع الباير ميونيخ تقريبا هيكونوا لهم مكانة كبيرة على الدكة لفترة الجاية وحنشرح التكتيكية هتشتغل إزاي ولكن قبل ما نخش على الحتة ديت خلينا نبص على سادي ومانيه كان شغال إزاي مع باير مع ليفر بول في طبعا الست أعوام أو الست مواسم الماضية سادي ومانيه كابتن هاني جاب 120 هدف في الست مواسم الماضية مع ليفر بول المياه وعشرين هدف دول لو نيجي نحللهم وجود منين بالزبط كلهم تقريبا يعني 99% منهم من داخل منطية الجزاء وبالتحديد من جوه الستة أو من قريبة من الستة يعني دايما هو متواجد في البوكس بداية سادي ومانيه مع يورجون كلوب كان دايما معروف أنه بلعب جناح ناحية اليمين في البداية خالص ثم تم طبعا نقله مع التبديلات والخطط التكتيكية ليه يورجون كلوب راح ناحية الشمال ليه إحنا عايزين نشرح المراكز بتاعة سادي ومانيه لأنها هتورينا إزاي هو يشتغل مع باير ميونيخ في الوقت الحالي لما بعد انتقال سادي ومانيه للبوزيشن التاني أو المركز الجناح الشمال طبعا ظهر بشكل كبير جدا شكل متميز جدا شفنا في مبارات كوية جدا وأهدافه وكل يعني وشفنا في المركز كمان في الآخر شفنا في مركز تسعى يعني وده بقى بسبب وجود دياز وجود دياز في الفترة الأخيرة في النص الموسم الأخير ده أكبر يورجون كلوب أنه هو يلعب بسادي ومانيه يعني راس حربة صريح أو مركز تسعة رقم تسعة تارجت مان وده اللي شفناه وده ممكن يكون عامل قوي جدا حيساعد الباير ميونيخ من ناحية تكتكية نتكلم عليه رقميا وجود سادي ومانيه لما لعب تسعة لعب حضواشر مبارات كابتن هاني كمركز تسعة في المبارات في النص التاني من الموسم الماضي في الدورة الإنجليزية في الحضواشر مباراة أحرص ثمن أهداف ده معدل كبير جدا يصل 72-73% على العكس لما بلعب جناح شمال وده القوة بتاعته الظاهرة طبعا يعني عدد الأهداف كانت أقل ده بيخلينا شوية نشوف المرونة التكتكية لعند سادي ومانيه بدايته كجناح يمين ثم جناح شمال لفترة طولة جدا ثم في النهاية لعب كمركز تسعة إزاي ده هتأكس على الباير ميونيخ مبدأين قبل ما نخش في الحالات ونشوف تكتكية لأ ونشوف التشكيلة بتاعة باير ميونيخ شكلها يكون عامل إزاي الموسم القادم مع وجود سادي ومانيه جايبين التشكيلة معنا يعني ممكن نبص عليها طيب إحنا هنا في حتة زي ما قلنا هتعمل مشكلة كبيرة جدا لناجلسمن المدرب الألماني طبعا مدرب الباير ميونيخ هيلعب إزاي هو دائما معتاد أنه يلعب أربعة تلاتة تلاتة وجود سادي ومانيه هنا عامل له مشكلة مشكلة من ناحية خطة اللعب أو السيستم اللي هيلعب بيه في الغالب هيلعب أربعة تلاتة واحد في الحالة دي طبعا هنشوف مانيه بناحية الشمال نحن نبص على التلت الهجومي معنا ده في وجود روبرت ليفندوسكي كرقم تسعة طبعا يعني كيمش وجاتسك دولهم العمدة الأساسية لنص ملعب حتى المنتخب الألماني المانشفت عايزين ننوه هنا على مزراوي مزراوي ده طبعا الوافد الجديد لصفوف باميونيخ اللعب المغربي اللعب آيكس أمستردام طبعا هيكون دافع قوي جدا لصفوف الباميونيخ نرجع للحطة الفنية يعني احنا بنقول دايما وجود سادي ومانية حيلعب إزاي هل دايما فعلا هيعتمد عليه كجناح شمال بالشكل دوت تحليليا أو تكتيكيا يقال لك كابتن هاني إن ممكن يلعب زي هاف ناين بيسموها تسعة ونص تسعة ونص فهو يلعب تسعة ونص لإن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لوجود جنابري وجود طبعا كومان وخليلها لك انت كمان ناسي ساني ساني احنا عندنا تلات لعبين احنا نتكلم من ناحية السرعات يعني السرعة بتاعتهم قياسيا بتصل لخمسة وتلاتين كيلو في الساعة التلاتة شبه بعض سواء كان كومان كومان يعني ستة وتلاتين يعني كومان أصرحهم أصرحهم احنا عندنا قوة سريعة جناب حتى أربعة وتلاتين يعني كيلو متر كيلو في الساعة يعني لا حاجة سريعة جدا سرعات طويلة سرعات كوية جدا طيب يعني تسعة ونص هيلعبها مني وده الخبراء أيضا في ألمانيا حتى لو تم تقلق في الحتة دي اتقال هيكون من الصعوبة إن احنا نعتمد بشكل كبير جدا على مني من ناحية وجناح شمال لوجود كومان كومان عمل مباراة هائلة وقوي جدا ما ننساش أيضا جمال موزيالا جمال موزيالا جمال موزيالا جمال موزيالا جمال موزيالا أفضل لعب في الدور الألماني كشاب وده لو قلت حضرتك في البداية كابتن هاني سيسبب مشكلة كبيرة جدا لنجوم كبيرة زي كومان زي جمال موزيالا هم يعودوا على الدكة في حالة وجود ساديو ماني طب في حالة رحيل ليفندوسكي هل ساديو ماني هيلعب الدور دوت اللي هو رقم 9 ده محتمل بشكل كبير جدا ولما تكلمنا بالأرقام في حالة وجود دياز وتعامل طبعا تحليليا على تاكتك بتاع ماني في وجوده رقم 9 أرقامه هائلة جدا هتساعد طبعا في حالة رحيل ليفندوسكي هنشوف بالحالات دلوقتي إزاي هو بيشتغل ماني أصلا يعني ماني طبعا معروف دائما دايما أهدافه من داخل البوكس أو من داخل منطقة الجزاء احنا اخترنا بعض الحاجات اللي بتميز ساديو ماني في تحركاته يعني احنا ممكن نبدأ بالمثال ده تاكبتن هاني هو يعني ماني بيكون فين دايما ماني زكي جدا في تحركاته وفي الجانب الهجومي يعني هنا كان بلعب كجناح شمال احنا الكرة بدأت من محمد صلاح في النص يعني احنا نكمل هنبدأ نشوف تحركاته عاملة ازاي دايما ماني بيخلق نفسه مساحة بقوته بسرعته في لحظات في فيمتو ساكن دايما تلاقيه جوه البوكس الكرة بتتلعب له بشكل من خلف المدافعين بيدرب بيها طبعا خط الدفاع دايما بتلاقيه سبق المدافعين طبعا ضرب الافصال لعبها بشكل كويس جدا سبقهم بخطوات بسيطة جدا بسرعته وقوته عندنا بعض الامثال نفس الكلام يعني دايما تلاقيه ساديو ماني بيكون ورا بيسبق بسرعته عنده عنده الفنش كمان هايل يعني ساديو ماني من اللعيب اللي عندهم فينش وعنده هدوء في الفنش بشكل اكتر من رائع وبالتالي ده طبعا اللي بقول عليه ده بيساعد اي لعيب جوه الـ 18 انه يسجل اعداد كبير من الاهداف طبعا صحيح يعني ساديو ماني احرز 16 هدف للموسم الماضي يعني برضو بنشوف تحركاته يعني ده ابرز الاهداف اللي احرزها الموسم الماضي مع طبعا ليفربول 16 هدف احنا عندنا برضو جدول يعني بورحيلها نروح كمان للجدول ده كمان الجدول الاحصائي او للرقمي كمان لصاديو ماني نعرف من خلاله تفوقه في رقم 9 في الفترات الاخيرة اللي لعب فيها كراس حرب مع ليفربول اديه كان مؤثر واديه جاب اهداف هنشوف كل ده بعد الفصل اهلا بحضراتكم مرة تانية محمد كنا بنكلم على ساديو ماني رحيل ليفا لبرشلونة بقاء ليفا عايز اعرف منك الفروق التكتيكية ما بين ليفا وما بين ساديو ماني المبدالين ليفا هو تارجت يعني رقم 9 سترايكر صريح جدا سنتر فرود معروف جدا بلعب داخل البوكس واهدافه قواته كلها داخل البوكس على عكس ساديو ماني هو مش مهاجم كلاسيكي هو مش برضو تارجت وزي ما قلنا عنده مرونة تكتيكية كجناح شي مال جناح يمين وفي الفترة الاخيرة لعب ايضا كرقم 9 الفرق ما بينه ما بين روبرت ليفندوسكي مهم جدا في حتتين او في جزئين الجزء الاول ان ساديو ماني بينزل لتحت بيرجع لورا وبيستخلص الكورة عنده الانترسيبشن واستخلاص الكورة عالي جدا وبيبدأ ان هو يحضر من ورا ويبدأ الهجمة من ورا لقدام بساعد فريقه ايضا في ناحية الدفاعية عنده ناحية الدفاعية وطبعا الجانب الدفاعي والمهام الدفاعية بيقوم بويها بدور بشكل ممتاز جدا ساديو ماني على عكس روبرت ليفندوسكي تقريبا ما بيقومش بالادوار الدفاعية او ما بينزلش بشكل كبير جدا استخلص الكورة هو دايما موجود داخل بوكس وده الفرق ما بينهم يعني احنا عندنا احصائية غريبة جدا احصائية مهمة جدا يعني اتمنى ان احنا لما نيجي نخش في الديتيلز بتاعت البروفايل بتاعت كل اللاعب مثلا لو طبقنا الكلام ده هنا في مصر حاولي حضرتك مثلا ساديو ماني نزل في او مثلا في صناعة الاهداف صنع 41 هدف في المواسم الماضية مع ليفربول 14 هدف منهم كانت عبارة عن نزوله اللي تحت النص الملعب وقطع الكورة واستخلاصه للكورة ومشي يا كابتن هاني بالاحصائية اكتر من 5 متر بالكورة محتفظ بالكورة لقدام عشان يلين الفريقه وعمل عمل الشكل اللي انت بتقول عليه في هدف كتيرة مع ليفربول الهدف ده بيدل كمان ان اكنك بتفرج على سترايكر سترايكر رقم 9 صريح بيتحرك ما بين السردباكين بشكل اكتر من رائع في مساحة وبيفنش بشكل اكتر من رائع يعني مواصطفات 9 كمان موجودة في ساديو مانيه بالزبط وعشان كده احنا اخترنا بعض الحالات المقررة جدا بشكل رائع جدا اللي ساديو مانيه زي ما قلت بالزبطة كابتناني تحركاته ما بين السردباكات ان هو بيقطع من الجوه دي تلعبت من خلف المدافعين بسروباس من لمسة واحدة وهنا بنقدر نقول ان كيمتش كيمتش هيكون عامل مساعد كبير جدا لساديو مانيه في حالة ان هو في حالة ان هو يلعب كيمتش طبعا لعيب وسط رائع أكتر من رائع وعنده قدرة على فقرني بتوني كروس كده صحيح نفس الكلام هنا عايزين نشوف وجود ساديو مانيه لما بيلعب تسعب ما بين السردباكات ما بين خط الدفاع الزهنيا عنده دايما حاضر ساديو مانيه يعني هنا الكرة استلامها بأشرة ممكن لف جسمه وده البادي اوريانتيشن عنده عالي جدا ان هو في التحريك جسمه والفنت اللي بيعمله يعني كان وشه الناحي التانية في استلام الكرة البادي اوريانتيشن عالي جدا طبعا لف وشه في اتجاه المرمى وأحرص هدف رائع جدا طبعا ده تصرف تحت ضغط في مساحات صغيرة جدا ده كمان دايما تسعب يلعب بالهد أستن فيلا بالزبط الكرة دايما بيتواجد داخل البوكس زي ما قلنا ما بين السردباكات ودي طبعا لعبها بالكاهدرز وجات جون بيلعب دماغه ايضا بشكل كويس جدا يعني في مقومات تسعب كتير دي اللي احنا نتكلم فيه هنا طبعا تحرقاته ما بين الخطوط ما بين السردباكات هو بيلعب رقم تسعة يعني الكرة دي بدأت من محمد صلاح تلعبت طبعا في العمق هنا اللي كان ارنولد متقدم او هندرسون يعني احنا نمشي معنا الحالة نبدأ نشوف طبعا تلعبت زي يعني كوبي بيست من الاهداف اللي احنا لسه شافنا كابتن هاني الكرة بتتلعب ما في خلف المدافعين في حالة وجوده ما بين السردباكات بيخلق نفسه المكان والمساحة من الواضح كل الاهداف اللي انت جبتها هي مواصفات تسعة لو قلنا ان تسعة مواصفات ايه يعني على مستوى على مستوى التهديف طبعا صديو من ايه ممتاز دي الحالات اللي كنا نتكلم على الفروق ما بينه ما بين ليفندسك بينزل في نص ملعب الخصم بيستخلص الكرة بشكل رائع جدا بنبدأ ينقل نفسه ويبدأ على مستوى المنتخب ده مستوى المنتخب طبعا لانه هو بيتم تحليل اللعب على مستوى الموسم بشكل كامل مع المنتخب طبعا رجع استلم لم الكرة وعمل عمل كونتر وده اللي بيسبت كلامنا في حالة طبعا نزول الملعب واستخلاصه والإحصايات والتاكتيكيا هو بيلعبها بشكل رائع جدا عندنا أمثلة كثيرة جدا بتقارين هنا نفس الكلام في نص ملعب نزل نص ملعبهم بيعامل طبعا الدور الدفاعي نمان ممسيتي قطع الكورة في وسط اثنين تلاتة طبعا نشوف يعني عدل وش نفس الكلام بينزل دايما نص نص الملعب دايما هو موجود في نص ملعب بتاع ليفربول بينزل يساعد ويقطع كورة ويستخلصها ويبدأ ان هو ينقل الهجمة يعني بيعمل ترانزيشن بشكل رائع جدا نفس الكلام كابتن هاني هنا بدأ الكورة من نص ملعبه بيعمل الزيادة الهجومية ومساعدة كبيرة جدا ليه طيب ده بالنسبة ليه ساديو ماني يعني احنا عندنا مقارنة رقمية طيب لو في مقارنة رقمية مابين ومابين مابين طبعا معنا ليفا ومعنا هالر هالر طبعا الوافد الجديد هنتكلم عليه ايضا تكتجان لبروسيا دورتما هو طبعا هالر طبعا ده طبعا مهاجم من الايكس وهداف الدوري الهولندي كان في وقت من الاوهات كان هداف الشاملزليج قبل خروج الايكس من طبعا الامور الأخيرة كان متصدر طبعا هداف الشاملزليج احنا عايزين نقول هنا من الاحصايات الرقمية ده حدثك قلت في البداية ان فيه اختلفات ما بين الدوري الانجليزي الدوري الهولندي والدوري الالماني قدوم ساديو مانيه وهالر الراجل المهاجم او يعني طبعا هداف الدوري الهولندي بالارقام بتدي دفعه وقوة للبندسليج في الموسم القادم ارقام ساديو مانيه لعب الموسم الماضي 34 مباراة الدقايق يعني طبعا 2824 دقيقة جاب 16 هدف ساديو مانيه زي ما قلنا 8 هداف منهم لما لعب رقم 9 في 11 مباراة منهم الدقايق بالهداف دي معناها ان هو كل 177 دقيقة بيحرز هدف في من ال 2824 النسبة التهديفية بالدقائق دي مهمة جدا بتوريك الفاعلية بتاعت الهجومية والهجومية هداف طبعا هي الملعوبة مش ضربات جزاء يعني 0.51 نسب الهداف اللي هو XCD الـ 0.58 على العكس طبعا هالر هالر لعب 31 مباراة 2579 دقيقة 21 هدف هو هداف الدوري الإنجليزي هداف آيكس سوري عفوا الهولندي 21 هدف هداف آيكس من سردام كل 123 دي بيجيب هدف التزديدات عب المباراة ساديو مانيه طبعا قوي جدا في تزديداته وجوده دايما داخل الـ 18 3.12 هالر 3.2 صناعة الهداف ساديو مانيه 2 يعني هو ما بيساهمشي ولكن في صناعة فرص محققت 9 هداف طبعا هالر 7 أسيست وصناعة الفرص محققت 5 التمريرات المفتاحية اللي بتوصل زميله للمرمى 1.3 طبعا هالر 1.4 تقريبا الأرقام متقاربة لحد ما بين مانيه و هالر ولكن هالر من ناحية الهجومية بقى لك أنت بتتكلم كمان على يعني هالر كمان راس حربة وممكن يلعب جناح أنت بتتكلم كمان على ساديو مانيه في مرونة تاكتيكية وشفناها بشكل أكثر من رائع يعني ما حسناش أن ليفر بول ناقصها رقم 9 صحيح وده من الحاجات المهمة جدا أن الأستادي اللي بتعمل الأندية بتعمل الأستادي على مستوى واسع جدا أنا شعرش أن تشوف اللعب ده هل هتوافق معنا تاكتيكيا على المستوى التاكتيكي ولا فأعتقد أن هيقدم موسم رائع مع البايرن البايرن أقوى خط هجوم الموسم الماضي ب 97 هدف كنا منتكلم عن من سيتي 99 هدف في الدورة الإنجليزية البايرن 97 هدف ولكن أضاع نسبة كبيرة جدا من الأهداف المحققة 92 فرصة محققة أضاعها البايرن مونيخ ودي كان سبب قدوم السادي ومانيه لأنه بصراحة من فرستين تلاتة بيحرز أهداف ودي كمان نقطة جبية جدا كان محتاجها البايرن مع نهاية الموسم وصلنا إلى نهاية حلقتنا محمد دايما بتنورنا ودايما خارج الصندوق ودايما أرقامك وأحساياتك تبقى أكتر من رأيها على مستوى عالمي شكرا لك شكرا لحضرتك كابتن هاني شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك